بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وهذه التخطية الخاصة لتعاقد جديد وأحد الرعاة والشركاء مع النادي الأهلي خلال السنوات الأربع القادمة وبالتأكيد زي ما أنتم تابعين معنا خلال الفترة الأخيرة يمكن أكثر من مؤتمر صحفي وتعاقد بيتم إبرامه من قبل الشركة المتحدة للتسويق الرياضي شركة الخدمات الرياضية بالتأكيد مع النادي الأهلي بخصوص بالتأكيد عقد الرعاية ورعاة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة ويمكن هذه المرة شايفين دراسة اقتصادية وتطوير بشكل كبير جدا لمفاهيم التسويق ومفاهيم تسويق العلامة التجارية من خلال النادي الأهلي في الفترة اللي جاية كان فيه تعاقد ومؤتمر صحفي مع شركة اتصالات وبالتأكيد التعاقد الثاني مع بنك أبو ظبي الأول مصر مرات النهاردة بالتأكيد فيه تعاقد جديد مع الرعي الثالث بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة مع شركة جي لسي اللي بالتأكيد بطرع النادي لمدة أربع سنوات قادمة بالتأكيد النهاردة سيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بهذا التعاقد وإن شاء الله بإذن الله تكون شركة مميزة خلال الأربع سنوات القادمة ومزيدا من التعاقدات بالتأكيد قرعاء للأهلي خلال الفترة اللي جاية عندنا النهاردة معتمر صحفي وكواليس مهمة جدا بخصوص هذا الموضوع لكن قبل الدخول في أي تفاصيل دعوني في البداية أرحب باتنين من كبار النقاد الرياضيين اللي بينورونا وبتشرفونا دايما على شاشة قناة النادي الأهلي أبدأ بيه الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال أهلا بحضرتك منور شاشة قناة الأهلي سعيد بوجودي معك طبعا كالعادة ودايما في مناسبات حلوة الحمد لله حاجات وتعاقدات وشغل عالي يعني الحمد لله وبالتأكيد ده برضو معنا يمكن أحد الكتاب الصحفيين والنقاد الرياضيين ويمكن ملم بأخبار الأهلي في الفترة الأخيرة وجوده النهاردة معنا كمان هنستعرض معا مجموعة من الأخبار المتعلقة بالعلامة التجارية والنحية التسوقية والأهلي إزاي بيفكر في المرحلة اللي جاية بخصوص عقود الرعاية والنواحي الاقتصادية لأن الفترة اللي جاية بالتأكيد فيها مفاهيم ودراسات مختلفة عن السنوات السابقة معاكم بالتأكيد الكاتب الصحفي والنقاد الرياضي بالأهرام الأستاذ عبدالحكيم أبو علم أستاذ حكيم منور الدنيا وأهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك محمد وأنا سعيد ممكن أول مرة أكون معك في قناة النادي الأهلي الله يخليك أمسك ومع أستاذنا طبعا بأستاذ جمال وفي يوم جديد لتأكيد أو لتأكيد الفوارق الكبيرة جدا 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 بين النادي الأهلي ومش عايز أضع الأهلي في مقارنة بس النهاردة يوم لتأكيد الفوارق ما بين النادي الأهلي وأي كيان تاني بيحاول يحط نفسه محل مقارنة مع النادي الأهلي أكيد طيب احنا رحبنا بالتأكيد باللصوص جمال لصوص عبد الحكيم لكن فيه تفاصيل أكتر وفيه أكيد تخطية من مقر النادي الأهلي بالجزيرة لشرح كل الأمور المتعلقة بهذا التعاقد مع الشريك الثالث مجلس إدارة شركة جي إل سي النهاردة كمانا هيكون موجود مع مجلس إدارة النادي الأهلي لكن مزيدا من التفاصيل نروح لزمينة كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في المقر الرئيس للنادي الأهلي في الجزيرة عشان نعرف منه أبرز الأخبار والمعلومات اللي بالتأكيد قبل الإعلان عن هذا التعاقد وقبل بداية المؤتمر الصحفي مساء الخير يا كريم كل اتحاءاليك زميل العزيز محمد سعيد برحب بك في البداية وأيضا كمان تحياتنا لقادنا الرياضيين الكبار الأستاذ جمال الزهيري الأستاذ عبد الحجيم أبو عالم من مقر للنادي الأهلي بالجزيرة والحقيقة يمكن الفخر مستمر والاعتزاز الكبير والخطة الكبيرة جدا للتسوقية الحقيقة اللي بيوم بها مجلس إدارة النادي الأهلي يعني بنشهد خلال الأيام الماضية مؤتمرات يعني كل أسبوع بنشوف مؤتمر بنشوف أحداث بنشوف أمور عظيمة جدا تعظيم القيمة التسوقية للنادي الأهلي ده كان أمر مهم جدا مع مجلس إدارة النادي الأهلي عشان كده في كل الأمور بنشيد بمجلس الإدارة على دوره الكبير وعلى التكاتف وعلى الوفاء بكل التعودات والالتزامات خلال مرحلة الماضية رغم من التحديات الكبيرة وظروف الصعبة جدا اللي بيمر بيها طبعا البلاد كلها يمكن دول العالم كلها لكن النادي الأهلي بتلاقي مؤتمر صحفي بتلاقي خلاص يمكن على قرابة أيام قليلة جدا إن شاء الله بإذن الله ونشوف الفرع الرابع ومقر النادي الأهلي الرابع بالقاهرة الجديدة حاجة رائعة وميزة في كل الاتجاهات مجلس الإدارة بيبذل مجهود كبير جدا لإرضاء جمهور النادي الأهلي وأسعاد أيضا أعضاء الجمعية العمومية متواجدين طبعا زميل العزيز محمد سعيد هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة يعني يقدرون لحظات بسيطة جدا ننطلق إن شاء الله المؤتمر الخاص الصحفي لنقل وقاع الإعلان الرسمي عن الراعي التالي طبعا شركة جي أل سي شركة كبيرة طبعا وشركة قيمة جدا لنادي الأهلي معه زي ما شفنا قبل كده طبعا شركة اتصالات وأيضا كمان بنك أبو ظبي حاجة رائعة وميزة ولسه كمان يعني زي ما بنقول بتتدفق الرعاة على النادي الأهلي بقيمته التسوقية وجماريته الكبيرة النادي الأكبر والأعرق والأعظم طبعا في الشرق الأوسط أيضا كمان وفي أفريقيا فالأمور الحمد لله بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي يمشي بشكل طيب جدا خطوات إلى الأمام أمر رائع مميز لكل طبعا نهاردة منتظر الحضور دكتور كابتن محمود الخطيب مجلس الإدارة أيضا كمان كابتن سايد عبد الحفيز وعدد من لعبي النادي الأهلي طبعا لعبين لعبي الفريق الأول لكرة القدم كل الأمور دي إن شاء الله هكون من خلال شاشة قناة النادي الأهلي هنتابع بشكل حصل إن شاء الله بإذن الله نقائل المقتمع الصحفي للنادي الأهلي وأيضا كمان الكلمات الخاصة للكابتن محمود الخطيب وكل الحضور الأمور طيبة جدا تنظيم على العالم مستوى كالعادة طبعا من الإدارة التنفيذية دكتور سعد الشالب طبعا المديرة للتنفيذ للنادي الأهلي وكل الحقيقة خدمات المتواجدة طبعا بتنقل مؤتمر على أعلى مستوى النادي الأهلي ما بيعمل مؤتمر بيكون مؤتمر قيم بيكون مؤتمر هادف فإن شاء الله بإذن الله مؤتمر يليق باسم النادي الأهلي بقيمته الكبيرة وأيضا كمان إن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاءات بقى بإذن الله عقب انتهى هذا المؤتمر نستطلع رأي الناس طبعا على الخطوات الإيجابية الكبيرة جدا اللي بيخدها النادي الأهلي تحديدا في خطة التسويق مستمرين بالتأكيد محمد معاك طبعا لحظة بلحظة بننقل كل الأخبار الخاصة طبعا بوقاع المؤتمر الصحفي الخاصة اليوم لإعلان عن الرائع الثالث للنادي الأهلي تمام شكرا جزيلا نازمنا كريم أحمد من مقر النادي الأهلي بجزيرة وقبل وقاع المؤتمر الصحفي للإعلان عن الرائع الثالث للنادي الأهلي شركة تاجي إلسي طيب أستاذ جمال بما لك من خبرات وبالتأكيد بنتعلم الحضرتك في مسألة النقد الرياضي والمتابعة الإعلامية للأحداث الرياضية النهاردة بنتكلم في رعي ثالث وبنتكلم في ظروف اقتصادية العالم كله بيمر بيها ومع ذلك النادي الأهلي عنده فكر مختلف في مسألة تسويق العلامة التجارية في مسألة الحصول على أفضل عقود الرعاية لمواجهة التحديات اللي انت مقبل عليها في الفترة اللي جاية تعليقك على هذه الجزئية شوف هو طبعا النادي الأهلي عمتا لا يقارن أو لا يقارن نفسه بما يفعله أي جاية رياضية أخرى يعني النادي الأهلي عنده تارجته سيستم معين هو ماشي به حتى زي ما انت قلت يا أستاذ محمد رغم وجود مشاكل اقتصادية على المستوى العالمي إلا أن الحمد لله سواء بعد الكورونا أو بعد حرب الروسية على أوكرانيا كل ده لم يؤثر لأنه النادي الأهلي برضو بيشتغل بقوة دفعه الزاتية اللي هي بطولاته تاريخه جماهيره فأعتقد أن هذه الأسلحة الثلاثة تخلي النادي الأهلي في أي توقيت قادر على أنه يجذب على مستوى الرعاية يعني يجذب الاستثمارات المطلوبة أن الرعاة لا يذهبوا إلى الفاشلين ده بشكل عام يعني ما فيش راعي حيغامر باسمه ولا هيجامل ولا هيجامل حتى أنت عارف لو أنا عندي شركتي الخاصة لا يمكن أوديها أعمل شراكة مع حد فاشل لابد أن يكون الاختيار موضوعيا واخبالك والاختيار الموضوعي ده معناه بالورقة والألم بتتحسب هو هيكسب قد إيه عشان هو هيصرف قد إيه فلازم يبقى المسألة الاقتصادية دي محسوبة وما فيهاش مجاملة يعني حتى لو أنا منتمي لنادي تاني لكن أنا وأنا باجي اختار كراعي يعني وأنا باختار المكان اللي أنا بتعاقد معاه لابد أن يكون الاختيار مبني على أسس موضوعية النادي الآلي لما هتشوف برضو تاريخه باختصار شديد هتلاقي هو القدوة أو المثل في كل حاجة يعني هو اللي بدأ كل حاجة دايما هو سابق بخطوات وما زال هذا النهج مستمر أولا بسبب الفكر الإداري لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب اللي هو برضو استمرار يعني مجموعة من الرجال الناجحين اللي قادوا النادي الآلي على مدار سنوات طويلة يعني مش هتيجي تقول مثلاً إنه الآلي بيحقق طفرة لا الآلي تطوره الطبيعي إنه هو يعمل ده ممكن يضاعف الإنجاز يعني ممكن يزود زي ما احنا بنشوف دلوقتي يعني هتلاقي فيه شغل علمي مظبوط بيخلي النادي يتقدم ويتضاعف مثلاً ميزانيته يتضاعف إمكانياته المالية رغم كل المصاريف اللي هو بيكون مضطر إنه يصرفها أكيد طيب أستاذ عبد الحكيم وأنا بستعرض كده الشغل اللي تم خلال الفترة الأخيرة التعاقد مع شركة اتصالات مصر قراءة رئيسي وشركة تكنولوجي التعاقد مع بنك أبو ظبي مصر الأول أكيد فيه استراتيجية مجلس الإدارة بيشتغل عليها والاستراتيجية دي ما جاتش من النهاردة لأن انت لما تيجي تحضر لعقد رعاية وبتعايز تسول على العالم التجارية انت أكيد بتعمل اجتماعات وبتشتغل على فترات طويلة جدا اللي تم مبين عقد الرعاية اللي فات مع عقد الرعاية الحالي أكيد كان فيه كواليس وكان فيه تفاصيل في النهاية احنا النهاردة بنشوف نتيجها أبرز التفاصيل اللي تمت والإنجازات الطيبة اللي أنا شايفها تحديدا كنحية تسوقية بعيدا بقى عن النتائج ونشاط الرياضي وفريق الكورة اللي الحمد لله ماشي بشكل كويس جدا السنة طيب مبدايا الحضرات قلته ده ده مش كل الناس بتشتغل به إنك تشتغل على فترات طويلة بتعد العقد الرعاية جديد الكلام ده ما كانش مبارح ولا أول مبارح ولا من شهرين ولا من ثلاث شهور لا أنا هقول لحضراتك حاجاتي يمكن أعتقد أن ناس كتيرا ما تسمحاش قبل كده بس ده بيبرز لك إنه قديه الناد الأهلي مختلف وقديه وقدر يوصل للأرقام دي مش من فراغ أنا مش هقول لك إن الناد الأهلي ده يعني رغم نديه ثوابت مش هقول لك سبب فور الكلام ده إن الأهلي نادي القرن في أفريقيا إن الأهلي التاني نادي أكثر البطولات التاتويجة بالألقاب القرية مش هقول لك الناد الأهلي من ضمن أكبر خمس أمدية تأثيرا في التواصل الاجتماعي مش هقول لك إن الشعبية الجارفة مش هقول لك البطولات مش هقول لك كل ده لا هقول لك حاجة تانية خالص هقول لك لأ أنا مختلف عنك كنادي أهلي مختلف عنك في النادر اهل عمل عائد الرعاية القديم بتاعه في 2018 يعني من اربع سنين من اربع سنين تمام لان حصل حاجة بداية 2018 عملت عقد وعلى كده حصل فسخة عملت عقد تاني في نهاية 2018 فجيت في 2019 وممكن دي مفاجأ كابت الخطيب هل انت حضرت كنت تدرك مثلا الكابت الخطيب او مجلس كابت الخطيب دافس كان ممكن ياخد قرار او كان وقتها وهو بيتكلم مثلا في 2018 و2019 ان هو هينزل دورة تانية لا كان حد عارف المجلس ده هيكون موجود الدورة اللي احنا فيها دلوقتي لا محدش ظلم نعيش اصلا فتخيل في 2019 في فبراير او مارس كان الكابت الخطيب مجتمع مع مجموعة من مجلس الادارة فقال لهم احنا دلوقتي جبنا 510 مليون جنيه في عقد الرعاية الحالي اللي هو كان في 2018 بجانب البس الفضائي وشوات حاجات تانية كده عملنا حوالي مليار جنيه الاجمال طيب وبعدين فكلهم يعني اللي هو السيستم بتاع النادل الهل محدش يتفاجئ ان احنا بنشتغل من بدل فمن 2019 المجلس زارة النادل الهل اشتغل على ان يكون في عقد رعاية جديد اللي هيبقى كام 22 22 تبتكلم من 3 سنين و 9 شهور اه ده كابت الخطيب تتكلم في جلسة في مارس في فبراي او مارس على ما تذكر 2019 2019 قال لهم احنا عملنا كذا وكان النظام بتاعنا كذا طيب احنا عايزين افكار خارج السندوق عايزين نشتغل على ان العقد الجديد يبقى فيه افكار تانية مختلف عن الموضوع الحالي طيب تعال نبدأ نشتغل من دلوقتي كل واحد يشتغل في اطار ونقدم دراسات ونقعد نناقش فيها انا مش هقولك ان مجلس زارة النادل الهل مثلا كان بيكتمع كل اسبوع مربطين او بتاع عشان ناشي الموضوع لا بس 2019 كان بيناقشوا مثلا 7-8 اجتماعات يناقشوا القصة دي مش مجلس ادارة مجموعة معنا تم تكليفة ثم جت في 2020 ابتدت الاجتماعات تزيد اكتر جت في 2020 استضمت بحاجة تانية اللي هي كورونا ازمة كورونا اه خلت مجلس النادل الاهل لما طلع في احد اجتماعات مجلس زارة السيد محمد ممكن الناس كتير مفهمتش القصة دي غير فلسفته التسويقية ان انا بتدى اشتغل على جزئية الانلاين ان انا اشتغل على من خلال البعد في 2020 غير النظام 2021 كسفه 2022 اشتغلوا 2022 وصلنا للعقد الجديد اللي الناس كلها مندهشة منه اثناء المفاوضات للعقد كان كابتن خاطيف في رحل علاجية في فرنسا هل العمل توقف؟ لا لان العمل نظام الاهل مؤسسي فيه لجان بتشتغل الوزير العامل فاروق مهندس خالد مرتجي لسستري انديل مجموعة من مادة الزارة بتشتغل على الملف ده فوصلنا للارقام اللي احنا طبعا يعني الارقام كلها ناس بتدوالها والدكتور ساعد على معتقد ما اطلعش مثلا قالك ارقام مقاربة لسستري في الوزير قال ارقام مقاربة من الارقام دي فانت لما تيجي تتكلم عايز تبقى زي الاهلي طب انت بتشتغل من اربع سنين على عائد رعاية زي دلوقتي ما اعتقدش ان تلاقي حد بيشتغل بالشكل ده من اربع سنين على عائد رعاية جديد عشان توصل الارقام اللي حال بنتكلم فيها ده فده نتاج جهد بجانب انت عندك ثلاث محاور اشتغلت على الجان هتطور التسويق وتشتغل من نظام اونلين اشتغلت على انك تزود فروع النادي فافتتع داخل على فتاح التجمع الخامس بقى عندك مقر وثلاث فروع فده كل ده بيزيد قمتك للتسويقية اشتغلت على فريق الكورة وصلت خمسة فينال في اخر ست سنين دورة الطلاف رقام البطولة الاهم مش اقتها مابايد انا حدش اتكلم فيها اشتغلت على ان التسويق الاجتماع الوصائل التي توصل الاجتماع اللي هي اقوة حاجة دلوقتي تأثيرا في العالم انت بقيت الخامس على مستوى العالم تأثيرا فيها فكل ده بيتحول لفلوس فده اللي احنا وصلنا له ده نتاج شغل وجهد وعمل مدروس وفرق عمل بتشتغل جوانا ده من اربع سنين فدلو وصلت له كلام مهم جدا قالوا زمنة عبد الحكيم ابو عالم في مسألة الدراسات اللي بتتم على مدار التلات سنين واكيد لازم اسمع تعليم من لسوس جمال الزهيري لكن اروح لمقر النادي الاهلي بالجزيرة وما زالت التخطية مستمرة مع اتنين من زملائنا بالتأكيد مريم ما سميح نرهان طمان وبالتأكيد تفاصيل اكتر عن وقاع المؤتمر الصحفي والاخبار والمعلومات من مقر النادي الاهلي بالجزيرة في البداية برحب مريم نرهان التحية ليكم وتفضلوا واخر الاخبار معاكم من مقر النادي الاهلي بالجزيرة سأل خير عليك طبعا برحب بيك يا محمد وبرحب بيديو فكل اعزائي طبعا زيوف الستوديو الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ عبدالحكيم ابو العام طبعا برحب بزمالتي عزيزة نرهان طبعا يعني اكيد وبرحب بكل مشاهدي القناة الاهلي في كل مكان يوم جديد حدث اهلاوي جديد بيسطر او يعني بيتم كتبته في تاريخ النادي الاهلي اكيد الاعلان عن الراعي الثالث وهي طبعا جي أل سي او شركة جي أل سي بعد الاعلان عن طبعا الرعاء السابقين شركة اتصالات مصر وايضا طبعا بنك ابو ظبي الاول للمصر اكيد طبعا هيبقى فيه مفاجآت كثير جدا احنا خلاص يعني يمكن ده اي قليلة ويبدأ المؤتمر الصحفي ان شاء الله واكيد هيبقى فيه مفاجآت وده المؤتمر الصحفي الاول اللي بيقام طبعا يا محمد داخل مقار النادي الاهلي بالجزيرة الحقيقة طبعا ان كان فيه المؤتمرات اللي قبل كده كانت خارج مقار النادي الاهلي والحقيقة ان هي كانت على قدر الحدث اكيد زي ما احنا شفنا وتابعا على الشاشة قناة النادي الاهلي اكيد برضو لما يكون النادي الاهلي بينظم حدث اكيد هيكون على قدر اكيد هذا الحدث العظيم صحيح يا مريم طبعا برحب بك يا محمد وبرحب بديوفك الكرام واحنا هنا زي ما مريم قالت من مقار النادي الاهلي بالجزيرة ويمكن ده حدث سعيد ايضا لانه كمان احنا قدام يعني حدث بيحصل يا مريم في كاس العالم في وقت الناس كتير يعني مشغولة بكاس العالم ولكن احنا عارفين كويس ان جمهور الاهلي الاهلي عنده غير مع كامل احترام طبعا لبطولة كاس العالم واهميتها لمحبي كرة القدم نهاردة المؤتمر احنا كمان يعني انا حب ان انا اشكر كل رجال المركز الاعلامي والقائمين على يعني المؤتمر اللي طول الوقت او المؤتمرات بشكل عام اللي طول الوقت بتخرج يعني بشكل حلو بشكل طول الوقت يليق باسم النادي الاهلي يا مريم واحنا بنبقى طول الوقت فخورين بالمشهد اللي بيخرج به المؤتمرات سواء كان تقديم مدير فني او تقديم رعاية يعني بشكل عام الصورة دايما بتكون حلوة وطبعا ان شاء الله زي ما قلنا لكم يمكن النهاردة المؤتمر الاول اللي بيقام فيه طبعا فرع نادي الاهلي بالجزيرة كلمة كابتن محمود الخطيب ان شاء الله النهاردة هتكون فيه المؤتمر من المتوقع نهاية كالعادة كابتن محمود الخطيب ظهوره على السوشيال ميديا مريم بيفرق وبظهوره في الاعلام بشكل عام بيفرق والناس طول الوقت بتحب تسمع دايما كلمة كابتن محمود الخطيب واحنا طبعا امام يعني عقد رعاية ثالث وان شاء الله يكون فيه اكتر كمان من كده مريم اكيد طبعا ان شاء الله طبعا يعني اكيد الحضور اول تحضير لهذا المؤتمر الهام اكيد يعني بيتم على قدم وصف تمكن خلية نحل بتتم سواء على مستوى ادارة الامن طبعا تحت قيادة العميد علاء صلاح ادارة الخدمات كاملة بكل افراد الحقيقة النهاردة النادي الاهلي رفع حالة الطوارق طبعا اكيد علشان يكون التنظيم بهذا الشكل المشرف البانرز موجودة منذ دخول اي يعني ضيف موجود اكيد داخل النادي الاهلي هيشوف اكيد التنظيم منذ وصوله على يعني بابة رئيسية للنادي الاهلي حضور الصحفيين بيتوافدوا يعني لحظة بعد لحظة طبعا علشان حضور هذا المؤتمر الهام اكيد طبعا مش عايزين نخفل دور كل العاملين بالنادي الاهلي طبعا عايزين نتكلم عن الحضور اكيد النهاردة هيكون في حضور طبعا اكيد لمجلس الادارة كاملا بقيادة طبعا كابتن محمود الخطيف رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي كابتن سيد عبدالحفيظ ايضا هيكون اكيد موجود طبعا بصحبة عدد من لعابي الفريق الاول لكرة القدم وايضا كابتن خالد العوض المدير العامل نشاط الرياضي بالنادي الاهلي هيكون حاضر اكيد وبصحبته عدد ايضا من لعابي الرياضات الاخرى اكيد طبعا علشان يشهدوا هذا الحدث الهام وطبعا اكيد هنكون معيك يا محمد لحظة بلحظة علشان يكون لنا لقاءات طبعا مع كبار الحضور سواء طبعا من الكتاب الصحفيين اللي بيكونوا طبعا اكيد معانا دايما يا مرهانا علشان يكونوا شاهدين على الاحداث الهامة ونسبة الصحفيين يا مريم دايما الحضور الاعلامي لكل مؤتمرات النادي الاهلي بيكون مختلف احنا طول الوقت بنحضر ده وبنشوف ده سواء من شاشة قناة النادي الاهلي او من خلال الدعوات اللي بيرسلها النادي الاهلي لصحفيين بيكون في فقرة الاسئلة دي تحديدا يا مريم يعني احنا بنشوف انه يعني اعمالا بمبدأ تداول المعلومات دايما نادي الاهلي بيعمل بشفافية المنظومة الاعلامية لنادي الاهلي بتعمل بشفافية بنشوف يعني طول الوقت الامر مباشر وقدام الناس كلها الموضوع بيكون يعني فعلا بيخرج بالصورة اللي احنا دايما بنتمنيها لنادي الاهلي وطبعا زي لما بيتم الاعلان عن اي حدث النادي الاهلي بيكون هو رقم واحد في كل الاحداث الرياضية والبالة هنتابعه النهاردة لحظة بلاحظة زي ما قلنا لك يا محمد اكيد يعني بالناشط نقاطنا هتكون مستمرة وحصلين على شاش قناة النادي الاهلي مستمرين معك يا محمد طبعا الى انتهاء هذا الحدث الهام شكرا جزيلا الزميلة العزيزة مريم ما سميح والزميلة العزيزة نورهان طمعا وبالتأكيد يمكن ادوكم كده اطلالة سريع على اخر الاخبار والمعلومات المتعلقة بوقاع المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشريك الثالث لرعاة النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية طيب سيد جمال نقطة مهمة جدا لتكلم فيها سيد عبد حاكم وبعالم في مسألة الدراسة اللي تمت على مدار سلس سنوات بخصوص التحضير لرعاية جديد في ظل التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها ولما دخلت فترة الكورونا البدا النادي الاهلي يتحرك كمان في اطار مختلف وراح لمسألة الانلاين تمام اكيد ده مش من فراغ يعني اكيد الدراسات دي والنتاج اللي احنا شايفينا دلوقتي مش جاي من فراغ لان الناس في النهاية بتشوف النتيجة لكن في جهد بيتم تعليق على هذه الجزئية ممكن اعتقد مهمة مهمة جدا سيد عبد حاكم طرحها وهي انه الشغل اللي بيتعامل ما هو الشغل وليد اللحظة يعني يعني فيه تخطيط معنى ان فيه دراسات يبقى الناس متوقعة والناس مرتبة وخصوصا انت برضو سيد محمد في عصر يعني يمكن ادارة الاندية ايام الهواية كانت اسهل بكتير ما كانش مطلوب منك كل هذي النفقات البائزة عشان يبقى مثلا عندك فريق كرة قدمة او فريق كرة طايرة او في اي لعبة النهاردة اللعيب الواحد بيساوي ملايين فانت محتاج عشان تواجه كل هذي النفقات عشان كده محتاج مبالغ طائلة عشان كده لابد من التخطيط والدراسة ووضع الخطط المستقبلية اللي هي يعني انت بتبقى من خلالها دارس وعندك رؤية مستقبلية ادامنا على الشاشة مقاطعة ممكن ادامنا على الشاشة ممكن لحظات وصول مجلس ادارة النادي الاهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب دكتور سعد شلبي كمان بالاضافة لذلك مجلس ادارة شركة جي ال سي اللي اعتار على النادي لمدة اربع سنوات قادمة زي من شايفين يعني مجيل اعطاة حصرية وعلى الهواء مباشرة من مقر النادي الاهل بجزيرة فضل السيد تمام فانا بقول انه الدراسة المستقبلية يعني هي اللي بتفرق برضو حد عن حد اكيد في ناس يمشوها كده يوم بيوم بيبص تحت رجليه زي ما بيقول لكن ده عمره ما هيكون وسيلة نجحة لادارة الادارة الوعية الادارة الفهمة يعني اشارت برضو نقطة الفرق بين ادارة مؤسسة الرياضية في عصر الهواية وادارة مؤسسة الرياضية في عصر احتراف طبعا كل رجالات الاهل اللي هم القدامى كان عندهم نفس المشاكل لكن بحجم اقل النهاردة انت مع كل موسم المشاكل بتزيد المشاكل بتزيد المتطلبات بتزيد العباء المالية كمان طبعا ما هيدي اهم حاجة انت من غيرها سوريا هتتقبل اوضاع تفرد عليك ما برضو خلي بالك دي نقطة بتدي لك استقلالية القرار يعني النادي الاهلي النهاردة عمره ما هياخد قرار غير في صالح النادي الاهلي يعني مش ممكن مثلا هيبقى تحت ضغط حد او تحت ضغط حاجة واخد بالك عشان كده دايما الاهلي بيبقى صوته مسموع لكن في الحق يعني عالي لكن في الحق ما هواش اللي هو انا موافق على اللي انت بتقوله عشان انا ضعيف لا انا موافق لاننا مقتنع باللي انت بتقوله بس عندي قوة ذاتية تخلينا اقدر اعتمد على الرعاب توعي على الجماهيرية على البطولات على التاريخ على كل ده ما هواش اتباطي يعني يعني عايز اقول انه ده بيديلك استقلالية في التعامل في كل الامور حكاية بقى الدراسات المسبقة اللي عشار ليها لصدق حكيم فعلا هي سر كل هذا النجاح اللي موجود وانا بعتقد ان هو نجاح طبيعي بسبب ان هناك دراسات وهناك رؤية مستقبلية وعلى فكرة فيه فرق بين الميزانية والموازنة الموازنة اللي هي يعني انا مش خبير في المحاسب لكن الموازنة المتوقعة غير الميزانية الحالية فانت لما بتبقى عارف الموازنة بتاعتك القادمة على مدار عشر سنين وبعدين بيعملها مجلس الادارة بصرف النظر برضو عن نقطة اشار اليها بحكيم اللي هي ايه اللي هو موجودة ومش موجودين يعني هو هنا الكل بيشتغل فيه كيان هو انا يهمني ان الكيان ده حتى لو انا ماشي بعد اربع سنين لا الكيان يفضل مستمر بقوة وباستقلالية ولا يحتاج الى اي مساعدات خارجية ودي نقطة يعني اخرى تأكيدا لها هذا الكلام لو تبصوا للارقام يمكن السيد عبد الحاكيم كان نتكلم ان عقد الرعاية الاول كان خمسمية وعشرة مليون الكلام ده في الفين وثمانية بعد اربع سنين اعتقد طبعا بدون التطرق للارقام الرسمية انا عارف الناس كلها اعزها تعرف الارقام الرسمية بس احنا جدا بنتكلم تقريبا يعني من 3-4 اضعاف باذن الله تبقى للدراسات لا ده ولسه والشغل اللي تاب ولسه في حاجات كتير جدا ان اهلي ما عملهاش ماركتنج لحد دلوقتي طبعا قول ما عندك بقى لا مش مع عندي مش مع عندي هو النجد النادي الاهلي باع 6 رعاية دل حسب الكلام اللي احنا كلنا عارفين منهم النهاردة بنعلن عن التالي وهنعلن عن البقية ينت باعا في حاجات كتير الأهل لسه شغال عليها عندك مثلا مشروعات أونلاين لسه الأهل بيشتغل عليها أطلق منها مشروع واحد بس اللي هو أهل أونلاين ستورز يمكن من حوالي 6-7 شهور ده الجزء اللي كنت اتكلمت وحتك من دقيقة أو من 3-4 بقية كده اللي هي جزء أن أنت تواكب اللي جات كورونا بتقول لك خلي بالك اللي جاي اللي هو شغل الأونلاين في مشروعين كمان الأهل شغال عليهم هيبقوا ممكن فتراته رايبة جدا وفي حاجة منهم كانت قربت تخلص بس وقفت الحاجات المعينة دي كلها بترتبط برضو بالأونلاين حاجات شغل أونلاين الحاجات دي برضو هتجيب فلوس افتاح الفرع الرابع وأسوار المقر والفروق ده برضو لسه ما تسوقش لسه هيجيب فلوس في حاجات بتتعمل بقى الوسائل التواصل الاجتماعي أنت دلوقتي بقيت قوة رهيبة جدا في السوشيال ميديا لسه في حاجات بتتعمل كل ده لسه ما تترجمش لفلوس كل ده هيجيب فلوس أكتر من اللي موجود دلوقتي من اللي موجود حاليا آه ممكن يوصل يعني عصر أنت الأهل بيشتغل برا الصندوق مش حاصر نفسه في حتة اللي هي أنا عايزة بقى زي أنا عايزة لا ما فيش الكلام ده الأهل بيشتغل وبيشتغل اجتماعات بشكل يومي يعني بصراحة الفترة دي اجتماعات بشكل يومي أن انت توصل أبعد مدى عشان تحط استراتيجية للي بعدك وللي بعدك وللي بعدك نظر هم موجودين ولا مش موجودين ودي شهادة يعني أنا محدش هحسبنا أنا بتكلم على الناس اللي موجودة بتشتغل على إنه ممكن يكون هو ما يكونش موجودة قد 4 سنين صحيح تمام بس هو بيشتغل لفلسفة إنه أنا هعمل مشاريع اللي بعدي يجي أخد منها فلوس طيب من ضبط الحاجات برضو المهمة اللي كانتكلم فيها دكتور سعد إشانا بقى قبل كده قالك الأهل بدأ في أواخر السبعينات بـ 300 ألف جنيه كأول رائع على قميص النادي في العالم العربي يعني بتكلم من 300 ألف في السبعينات دلوقتي حنا ممكن نتكلم مثلا في نص مليار أو مليار للتشيرت اللي هو الرائع الرئيسي الوحده لا الرائع الرئيسي الوحده لا دل عمر تطور بقى اثنين دلوقتي بقوا اثنين ما هو أنت كان في الأول لحد العقاد اللي فات كان عقاد واحد بس اللي هو الرائع الرئيس على السدر دلوقتي أنت عندك واحد وبنكة وصابية اثنين اثنين انت الموضوع تطور في العقاد دلوقتي الرائع تدي فكرة ما كانتش موضوع بكده لا وهو على فكرة الأرقام اللي حضرتك قلتها لقالها الدكتور سعد شلبي هي زي ما احنا بنقول هي التطور الطبيعي في تسويئك لنفسك يعني أن أنت ازاي تسويق لنفسك وازاي قمتك تتضعف ومن ضمن برضو الحاجات يمكن تكون بعيدة عن دي شوية لكن في مسألة أنه النادي الآلي بيستعد وبيدرس وبيفكر مسألة الشركات اللي أعلنها أو اللي أعلن عنها النادي الآلي من فترة شركات مختلفة يعني يعني كل هذي الشركات وشركات رائدة وشركات رائدة لا وكل واحد في مجاله فده ده برضو بيديلك انطباع انه النادي الآلي ما بيشتغلش بعشوائية لا ده هو بيسند كل عمل إلى أهله يعني يعني في حد بيجيد في مجال معين هو المسؤول عن هذا المجال فده شيء كويس لأنه بيجيب لك أعلى عائد ما انت ممكن تجيب ممكن تدير كل حاجة لوحدك بس العائد بتاعها ممكن يبقى أقاق يعني مش مش هو العائد المرجو يعني لكن انت لما تيجي مثلا عبد الحكيم وبعالم متخصص في مجال تديره شركة كذا اللي هو متخصص فيها فبيجيب لك كل الفوائد الممكن الحصول عليها فده شيء يعني أنا بعتقد انه هو برضو في إطار الإدارة اللي هي الإدارة المتخصصة لو في حاجة تاني برضو أستاذ جمال وممكن لأستاذ حضرتك ولأستاذ محمد أشارتوا لي زي ما انت بتعمل دراسات وبتشتغل من بدري تعد العائد راعتها برضو الشركات التانية بتشتغل هزا الأساس يعني اتصالات مثلا ما بتيجي تدور مثلا هي بتقولك بعد ثلاث سنة هيكون فيهم ما برضو عندهم دي شركة جدرة جدا يعني هي بتقولك لما الناس تكلم تقولك الأهلي كان لما قلنا قبل كان النادي الأهلي قال لي خناقة في الرعاية مو هذا طبيعي لأن فيه 3-4-5 شركات أنا بكلم على الرئيسي بس بيدفعوا رقم كبير مو هدول نفسهم حطين تارجت لنفسهم إن أنا النادي الأهلي النادي الأهلي بالنسبة لها أنا بستهدف مثلا 150-200 مليون بين آدم بيشوفوا بيعملوا الكلام ده كله خاصة أني كان فيه سابق أعمال بيننا وبينهم قبل كيرا إحنا هنا مرة كنا بنغطي البروتوكول الناس بيقول البريد دول المسؤولين مش واخدنا كده قرار يعني مثلا مش أنا أهلاوي فحاختار الأهلي لا أنا أه هاختار الأهلي لأنه هو أقرب طريق بالنسبة لي حقا اللي أنا عايزه فده شئ رائع يعني أكيد طيب الفكرة كمان مش في إعلان على التي شيرت على الكوم على الشرط لأ إحنا روحنا في مرحلة إن فيه تطوير كمان في فكرة إن الشركة أو الراعي اللي هيكون مع النادي الأهلي فيه سل التواصل مع الجماهير سواء في المباريات في الأخبار في التفاق يعني أكيد فيه تفاصيل تانية مش في كده أنا حفتت الألام بتاعي خد الفلوس اللي أنت عايزها وخلصت على كده لا أكيد فيه خدمات بتتم لا طبعا وفيه دراسات حتى هم بعد مثلا اتصالات بعد المناط العود لو أنت خدت البلك كان فيه خبر نزر على الموقع رسمي ناديها وإحنا قلناه هنا أني الوزير العامر فاروق المهدس خالد مرتج راح زرر المقر الرئيسي لاتصالات مصر طب ليه عشان تشوف أنت هتقدم إيه حتى بعد منطبضات العقد أنت هتتكلم وبتجتمع وبتدرس أنت هتقدم لإيه كنادي تاني بخلاف أنت هتتواجد على صدر الفن لا لا قل لي عايزين نقعد مع بعض نشوف حاجات تانية طب إحنا عندنا أهل أولاين السورز يكون دورك دورك إيه طب في المباريات في موضوع الجماهير طيب في موضوع مثلا عندنا فرع التجمع الخامس طب عندنا كذا عندنا متاجر عندنا فيفا مثلا حاجات معينة أنت هتكون موجود معها حتى بعد منطبض العقد تفضل الاجتماعات شركة مع رعاية عشان تطلع عفكار جايزة نقول لأكل شخص جمال قدام لك عمانهو على الشاشة يمكن لقطات خاصة وبث حي من مقر النادي القليل بالجزيرة الكابتن سال عبدالحفيز مدير الكورة وعدد من لعبي الفريل الأول يعني إن شاء الله بإذن الله يكون فيه حضور كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وعدد من لعبي النشاط الرياضي كمان هيكونوا موجودين النادي الآله جماعة مش بيمثل بس بالكورة لا هنتم بتتكلموا 19 لعبة داخل النادي الآهلي الدور الرياضي والمؤسسي اللي بيقوم بين النادي الآهلي في جمهورية مصر العربية دور رياضي مهم جدا حضور لعبي الفريل أول حضور لعبي النشاط الرياضي فبنتكلم في مؤسسة رياضية وحاجة مهمة جدا في البلد بص الشكل بص الشكل والصورة بص الشكل ده كفاية أن يقول لك أنت فين أي حدي تاني فين مش محتاجة تختار من كده تاني والله العظيم أنا نفس بس تثبت الشكل لناس اللي بتدخل ومتتكلمش تاني أنا قلتها بكده يا سيد جمال العائزة ديكم فالوطن العربي هي سورة النادي الأهلي هدي لك مثال بسيط جدا في عز توقف النشاط الرياضي في مصر 2013 عملنا استفتاء النادي الأهلي كان هو الوحيد اللي بيشارك على فكرة وخد دورة مرتين 2012 فكان طبيعي أن النادي الأهلي يفوز في هذا الاستفتاء بأفضل الألقاب أفضل فريق وأفضل المدير كورة وأفضل أياما حتى تم اختيار الكابتن حسن حمدي أفضل رئيس في الألفية الثالثة قبل الاتحاد الأفريقي ما يختاره بعدها بسنوات دي كان تنظيم لأخبار الرياضة اللي أنا عايزة وصلك أقوله وإيه بقى إن أنا لجأت للفكرة دي عشان الموسم كله كان الرياضة كلها متوقفة فأنت كجرنان رياضي هيبقى إيه دورك في الحياة يعني هتتوقف إيه اللي هتقدم لا يعني فيه أيام 2013 دي حاجاته وقفت فكان لازم أنا نشط ده فهنشط ده بمين أيوة أنا بقى كصحفي بمين بالنادي الأهلي وفعلا النادي الأهلي أنا عملت يوميا حفلة في أحد الفنادق بقرب المطار أقسم بالله إنها جابت فلوس لمؤسسة الأخبار اليوم على بعض الناس اللي بيقولوا ده الأهرام هي بالجامل لا أنا أياما كان فيه تواصل بيني وبين الكابتن حسن حمدي وعدني بإنه الفريق كله هيحضر وحضر بالفعل وحضر بالفعل لو أنت تتذكر حضرت أنا شفت أيوة وحضر الفريق بالفعل لدرجة أنا ما كنتش مصدق قال لي هو كابتن حسن حمدي قال لي يا جمال أنا طالما وعدتك الناس كلها هتبقى موجودة قلت له لا مضيلي لا لأن أنا كمان هكون في إيه يا حكيم هكون في موقف طبعا قدام مؤسستي أن أنا بعمل الحفلة وفيه رعاة وفيه ناس جم ورأ ولم يطلب النادي الآلي مننا خلي بالك لم يطلب جنيه يعني برضو هذا يعني يشكروا عليه جدا مجلس الإدارة طب تبقى دور الصحافة والإعلام أيوة لأنه هو في النهاية أنت بتعمل حاجة اللي أنا عايز أغسره أن أنت العلامة التجارية لما تحط كده في الحفلة النادي الآلي الرعجوم فورا يعني من غير ما تبزل جدا في التوقيت ده لكان فيه مباريات محلية مباريات إفريقية والنشاط الرياضي يا باشا أنا توليت المسئولية أصلا قبل أحداث برسعيد يعني كان وشينا لدع فيه حاجة بسيطة يعني النشاط الرياضي انتهى تماما مع حدث برسعيد صح فكان لابد على وسائل الإعلام كمان كل بقى واحد بيشتغل في المجال يفكر أنه يفكر يعمل إيه يخرج من الأزمة اللي كنا فيها والفوضى اللي كانت في الشارع والكلام ده كله لا ومؤسسة أحبار اليوم لما تجيب فلوس في توقيت زي ده يا سيد محمد ده لدرجة إحنا معرفناش أيامها شوف الصعوبة كانت قد إيه كان فيه مفلات أمني مرضناش نعمل في قوتيل في وسط البلد لأن ممكن ناس تيجم علينا كلنا إحنا كأخبار رياضة وكأهلي وككله ممكن الحدث ما يكتملش فبعيدنا بأنفسنا إلى عند مطار قائرة أحد الفنادق هناك فعايز أقولك يعني أنه أنه الرهان على حد ناجح ينجح الكل ينجح الكل يعني السوس جمال الجملة حلو قوي معلش أنا هاخد من وقت تجميع فضل فضل قالك أن الكابتن حسن حمدي قال لي أنا وعدتك أول الله بص الجملة ده سيستم النادي الأهلي الالتزام الشديد جدا مع الشركاء والرعاة وكل المؤسسات هقول لك الحاجة بساطية جدا ممكن بتعدي على لنا من كتر النادي الأهلي مثلا نجاحه بتعدي على لنا حاجات كده المفروض تدرس عقد رعاية ملابس فريق كرة القدم الفريق الأول لكرة القدم خلص بشهر سبعة سبعة اللي فات سبعة اللي فات العهد القديم تمام الفريق ظل يلعب بالأمس الجديد القديم لحد شهر عشر كان أول ملعب أول مطش ملعب التونسي لو أنتها تفتكر اتحاد المنستيري اتحاد المنستيري في تونس في دول الأبطال كنت أول مرة تظهر بزي جديد بعد ثلاث شهور بعد ثلاث شهور هل سمعت مشكلة من شركة مالبس القديمة لأ العهد خلص وانت روحت الناس ثانية عارف ليه لأن انت ملتزم معها فيه احترام كلمتك على فكرة دي نقطة مهمة جدا لما حدش اترك لها بلكده فعلا طبعا ما أنا بقولك ثلاث شهور الأهل بيرتدي تي شيرت أو التصميم الشركة القديمة رغم انت تعاقب وراقب شركة جديدة وراقب شركة جديدة تمام وانت انت خلاص سبت اسم برند عالمي كبير يعني لو اي حد انت شفت الاسم ده كان موجود في كاس العالات في كاس العالات شفاه الكاف نفسه كان الكرة بتاعته من نفس الاسم ده وبرحمة كنت العادة خلص من ثلاث شهور لكن الراجل ده عايزك تاني يعني اه طب العادل قدامي ده 4 سنين طيب ماشي بعد 4 سنين انا عايز اكون موجود طب انا عمل ليه ايوه انت برافو عليك يا انت بتبني جسر ثقة مش مجرد ان انت بتخطف حاجة او بتاخد صفقة لا انت عامل جسر ثقة بينك وبين الرعاوة بتوع وهو لا اتعامل من النادي الاهلي في فترة التعاقد والالتزام ناس كتيرا ما تعرفش ان مثلا جوه فريق الكرة فيه اداري موجود لجزئية ان الترنج ده وانت رايح سفر عليه الرعاوة ولا لا اداري شغلته شغلته دي فده نوع من انواع ان انت ازاي تدي كل واحد حقه فبالتالي لما فيه راعي للبس بعاده خلص يقولك لا انا مستمر بعاده مش هعمل مشكلة واياما والله كان تواصل مستمر برضه للحق يعني مع كابتن هاتي خشبة كان هو مدير الكرة في الوقت ده كان مدير القطاع او مدير القطاع الكرة كان التواصل مستمر بالنيابة طبعا عن الكابتن حسن في بعض الاحيان ما بيكونش فاضي انما اللي انا عايز اقولولك انه الاعتماد على شريك ناجح ناجح ليك صح بلا شك يعني فده يعني انا والله الفكرة دي جات وانا يعني لا لا حضرت بتأكد نفس الشرام لا لا ده اتكلم جدا لان الربط ده مهم الربط ده مهم انا افتكرتها بس وانا بنتكلم عن الشراكة يعني لما الحكيم بيقول قصة ان انا كشركة كزا اتصالات اتعاقد مع مين ارعى مين ايوه زي ما انت بتفكر هو التاني بيفكر ايوه يعني معلش في النهاية فيها حب اه بس فيها مصلحة اكيد يعني محدش مفيش حد يا يا سيد جمال هيدفع 500 ولا 400 مليون جنيه لمجرد ان انا بحب النادي الاهلي لان هو عنه مع اسم النادي الاهلي الكبير اه بس ده مبلغ كبير جدا في شركة هي الشركة مصرية وهو زي ما انت عندك مؤسسي شغل مؤسسي هو كمان عنده شغل مؤسسي طبعا ده بيشتغل فده بيعرف ربط بين المؤسسات ده لو واحد يطلع يقولك انا عايزة بقى اخد زي النادي الاهلي بقى امرت ايه بقى امرت ايه يعني ما اي حاجة لازم يكون لها مقدمات الزب تعرف اسم محمد ان العقد القديم اللي خلص في عراءة بتاع النادي الاهلي العقده كله تلات سنين او تلات سنين ونص مجاش جنيه غرامة على النادي الاهلي مجاش جنيه واحد غرامة على النادي الاهلي في مخالفة مهود التعاقد وعلى فكرة جماعة عايزة اقول لكم يمكن اي عقد مع اي رعي بتبقى فيه ناسة قائمة على فكرة المتابعة اللعبة مثلا نزلت التمرين بدون التي شيرت اللي عليه الاعلان لعبة مباراة بدون التي شيرت اللي عليه الاعلان صورت مثلا الحاجات دي كلها بيبقى فيها مخالفات مالية فكرة ان فيه التزام تعاقدي من كل الاطراف داخل النادي الاهلي ده اندل على شيء اهم شيء ده شيء مهم جدا بيدل على ان فيه احترافية بالمناسبة مناسبة الكلام ده ممكن يفتح سك الكلام كبير كمان واحنا منتبع حاليا كاس العالم في فا قطر عشرين اتنين وعشرين انتظروا حتى بعد كاس العالم وشوفوا كم الخلاف التعاقد اللي هيتم بعد كاس العالم وهيظهر للرأي العام بخصوص بعض المخالفات اللي ممكن تكون تمت في مسألة كاس العالم والرعاء وهل في رعاء يعني التم الالتزام بالتعاقد معها ولا لا لما تسمعوا ساعتها بقى المخالفات اللي تأمت او الغرامات اللي هيتم بين الشركة او الشركات المتعاقدة مع الفيفا مع الجهات المسؤولة عن التنظيم ساعتها تعرفوا معنى كلمة ان النادي الاهلي يقعد ثلاث سنين ونص معاقد رعاية قديم بدون جنيه واحد غرامة ده يندل على شيء بيدل على تفاصيل كتير قوي على قل يعني كلمة واحدة ممكن تلخص كل ده احترافية طبعا لا وكمان احترافية يعني الاحترام خلي بالك طبعا يعني حتى في كرة القدر حتى في المجال تعاقد مع اللاعبين الاحتراف مش معناه غرف اموال يعني مش ان انت جبت فلوس ونجهت فلاص لا وكمان مش ان اللاعب تحافظ على ده لا مش ان اللاعب يتعاقد وياخد فلوسه وينام لا كل ما ما احنا شايفين برضو معلش لاعبت المغرب النهاردة احترافين مليون في المية واخبالك الاحتراف ده معناه الاحترام ولذلك انا دائما بحب اقارن بين الاحتراف وبين طيب التقاليد العسكرية طيب صاحب جمال عشان المؤتمر الصحفي غلص هيبدأ يلا استأذنكم اروح بسرعة لوقاع المؤتمر الصحفي في مقر النادي الهي بالجزيرة والاعلان عن الشريك اللا السلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي سيد الاستاذ محمد امين الحوت المدير التنفيذي لشركة الالمانية اللبنانية للصناعة دهانات جي اللي سي سيد الحضور الحفل الكريم الزملاء الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء ومعه نجدد التحية ونجدد الترحيب بحضراتكم جميعا ترحيبا حارا يليق بعظمة النادي الاهلي وتاريخه ونحن في احضان مقره التاريخي وقلعته الحصينة بالجزيرة وعلى ضفاف نهر النيل الساحر في مستهل احتفالية ثالثة نشهد فيها توقيع عقد الرعاية بين نادي القرن في افريقيا النادي الاهلي العريق والشركة الالمانية اللبنانية للصناعة دهانات جي اللي سي عملاق صناعة الدهانات التي تتميز بجودتها وحلولها المبتكرة وقصص نجاحها المتواصلة فبعد سنوات خمس من الرعاية والشراكة الناجحة كانت فيها الشركة كتفا بكتف مع النادي الاهلي حرصة جي اللي سي على الفوز مجددا لسنوات اربع قادمة بشراكة فاعلة مع النادي الاكبر والاعرق والاكثر جماهيرية في مصر والشرق وافريقيا واحد اكثر اندية العالم فوزا بالبطولات وما من شك ان هذه الشراكة تبرهن من جديد على قدرة ادارة النادي الاهلي ومجلس ادارته بقيادة الكبت محمود الخطير على صنع النجاح ووضع رؤية علمية تستهدف توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة المتطلبات المتزيدة للرياضة بانشطتها المختلفة التي صارت صناعة كبرى تتطلب العمل بجد واخلاص ورؤى خلاقة لتحقيق طموح امال الجماهير العريضة التي لا ترضى ولا تقبل الا بان يكون الاهلي دوما في المقدمة ناهيك عن التوسع اللافت والمعجز في انشاءات فروع النادي المختلفة التي يشار اليها بالبناء وما الفرع الرابع بالقاهرة الجديدة ببعيد اذ تفصلنا ايام قليلة عن افتتاحه والذي يمثل اضافة نوعية هائلة لمفهوم المنشآت الرياضية والاجتماعية ذات الجودة والجمال المتفرد ونسعد دائما بان نبدأ وقائع هذه الحفل وهذه الاحتفالية بكلمة من صاحب البيت الكابتن محمود الخطي رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي فليتفضل بسم الله الحضور بالكامل بستأذنكم الاول ان انا مش عاز اتكلم في الموضوع مؤتمرنا للوقتي عاز اتكلم في حاجة يجب ان احنا كلنا نحط الدوق عليها ونصلب الدوق عليها لان حاجة يعني ساعدتنا جميعا كعرب حاجة شرفتنا كلنا كأمة عربية بس اذنكم ان احنا الاول نقدم التهنيئة التهنيئة الحقيقة من القلب وتحية واجبة للمنتخب المغربي المنتخب العربي الشقيق اللي شرف الحقيقة كل العرب وقدم مستويات رائعة جدا جدا وحقق انجاز تاريخي في كاس العالم واثبت حاجة مهمة مش بس المهم النجاحات في الفوز لكن قبل الفوز ده كان في ايه وبعد الفوز ده في اثبت ان الكرة العربية بالتخطيط الجيد الكرة العربية والانضباط بالانضباط والالتزام والاحترافية في العمل والروح العالية والثقة في النفس تقدر تصل وتنافس اعلى المستويات العالمية مبروك تاني وتالت لكل الجماهين المغربية الشقيقة مبروك لكل المسؤولين في الحكومة المغربية بصفة عامة والمسؤولين عن الرياضة والمنظومة القروية بصفة خاصة طبعا كل امنياتنا بالتوفيق بإذن الله بإذن الله في اللجاين ان شاء الله كمان مع انهم يعني وصلوا مرحلة الحقيقة يعني زي بتديت كلامي مرحلة تساعدنا وتشرفنا جميعا كأم عربية كمان عايزة هنق دولة قطر دولة قطر الشقيقة اللي أبهرت العالم كله في تنظيم البطولة الحقيقة قطر قدمت مستويات رائعة في كل حاجة كل حاجة معمول حسابها من أول ما تحط رجلك في الطيارة وانترح لقطر لغاية ما ترجع كل حاجة معمول حسابها معمول حسابها بشكل مبهر الحقيقة ويمكن ده بخلينا أقول بكل وضوح أن قطر صعبت المهمة على أي دولة هتنظم كاسر العالم بعد كده اللي حصل الفترة الأخيرة دي في قطر هيصعب المهمة اللي قدمته قطر للعالم كله هيصعب المهمة على أي حد ممكن ينظم أي دولة ممكن تنظم كاسر العالم لازم تدرس اللي حصل في قطر وإزاي تدرسه عشان إزاي إن هي كمان تعمل زيه الحقيقة قطر من خلال كاسر العالم قدمت صورة مبهرة عن دولة قطر للعالم كله يتفرج على قطر دلوقتي هنا كل المسؤولين في قطر وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آلتاني أمير دولة قطر والحكومة القطرية اللي قدروا من خلال حدث رياضي عالمي يقدمه قطر للعالم بصورة غير تقليدية بصورة تشرف الأمة العربية كلها بأن كمان الشيخ حمد بن خليف آلتاني رئيس الاتحاد القطر لكرة القدم على مجهوده اللي لمسته عن قرب الحقيقة الرجل ده ما كانش بينام بغاية ما الدنيا توصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دلوقتي الحقيقة جدا بقطر ومن مغرب واعتقد ان كلنا سعداء بيها جدا الناس هيا قدموا حاجة فعلا تشرف الكرة العربية واسباته كمان على أرض الواقع مش بالكلام اثباته على أرض الواقع ان الدول العربية قادرة على اسبات وجودها في اي وقت وقادرة على منافسة فنيا وتنظيميا وقادرة ايضا انها تقدم الأفضل والحقيقة قطر شرفتنا وقدمت مش بس الأفضل والأروع والمبهر للعالم كله في النهاية عايز اقول حاجة مهمة اتمنى بقى الانجاز اللي حصل ده من دولتين شقيقين المغرب وقطر يكون دافع للأمة العربية كلها احنا كمان احنا كمان كان مفروض ان احنا نعيد حسابتنا الحقيقة في امور كثيرة خاصة بالمنظومة الرياضية لان مصر كبيرة جدا مصر ام الدنيا مصر تستحق مكانة رياضية افضل بكتير جدا خاصة ان الدولة بقيادة الساد الرئيس الحقيقة بتدعم بتساند ما بتتأخرش ما تستاني يعني مش ما بتأخرش على اي امر ممكن يطور الاداء في كل المجالات كمان عايز اقول ان مصر هي اول دولة افريقية اول دولة عربية تصل لكاس العالم كان سنة 34 بس احنا مش عايزين نعيش على التاريخ احنا محتاجين نشتغل بجد ونعيش الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اقدر اتكلم عن المؤتمر بتاعنا فمرة تانية برجع لمؤتمرنا النهاردة برحب بيكم في النادي الاهلي برحب لأستاذ محمد امين الحوط المدير التنفيذ شركة جي الاسي برحب بالاخوة الاعلاميين والمصورين النهاردة الحمد لله بننتهي عن الحقيقة من الخطوة التالتة في ملف الرعاية او حقوق الرعاية للنادي الاهلي ملف الرعاية ده واحد من اهم الفاتر اصير بالنسبة لنا كنا بدأنا الخطوة الاولى مع شركة اتصالات مصر ثم بنك ابو ظبي الاول مصر والنهاردة منتعاكم مع شركة جي الاسي الشركة الالمانية اللبنانية للدهنات واحنا سعداء بالتعاون والشراكة معها على فكرة دي مش اول مرة نتعاون مع شركة جي الاسي فاحنا تعاون قبل كده والحمد الله التعاون ده كان فعلينا ان احنا نكرر التعاون ونكرر المجربة ده فعلينا وليهم وان شاء الله تكون شراكة مصمرة تحقق مع الصحة تطرفين بإذن الله سواء النادي الاهلي او شركة جي الاسي حين الخطوات التي تمت في مواف الرعاية لحد دلوقتي خطوات جيدة جدا الحمد الله وبإذن الله بإذن الله سنشتغل أكتر علشان كبيرة وزي ما حضرتكم عارفين النادي الاهلي دلوقتي باسم الله ما شاء الله يعني النادي الاهلي أربع عندي أهلي الجزيرة أهلي مدينة ناصر أهلي الشيخ زايد أهلي التجمع الحمد الله رب العالمين ده بالنسبة لنحية الانشائية والنحية الخلمية لكن كمان نحية الرياضية النادي الاهلي عنده 19 لعبة رياضية جماعية رجال وسيدات من سن الخمس سنين لغاية الرجال والسيدات يعني وفي مختلف الأعمار المهم بالنسبة لنحن كمجلس إدارة إن إحنا إزاي نحق طموح جماهرنا وأعضاء أو أعضاء الجماعية العمية سواء على مستوى الرياضي أو الإنشائي أو الخدمي ويفضل الأهلي دائما بإذن الله بإذن الله يكون الأهلي دائما مع شركة جلسي من الشراكات المهمة وهي شركة كبيرة متميزة وليها اسمها ومحققة نجاحات ودائما تحاول تعزز مكانتها في السوق ودي سمة الكينات الكبيرة علشان كده ستكون الشراكة معهم بإذن الله مسمرة لنا وليهم بإذن الله لأن الارتباط بإسم النادي الآلي هو أقوى وأسرع وسيلة للوصول للمحطات النجاح داخل الأسواق المصرية والعربية والأفريقية لماذا يحملوا اسم الأهلي من تاريخ كبير ومن شعبية الحمد لله جاريفة والحمد لله كل الأرقام والأحصائيات على مدار التاريخ بتؤكد وتقول الكلام وهنا لازم نأكد على تقدرنا واعتزازنا بجماهيرنا اللي ليها دور كبير جدا معنا أنا أعتبرهم شريك الجماهير كبير جدا في وسور النادي الأهلي النهاردة أن يكون الحمد لله رب العمين الرعاة كلها بتتهافت عليه لتاريخ الأهلي بعد فضل الله تاريخ الأهلي وجماهير النادي الأهلي كمان عايز أقول أن نحن أتكلم في النهاية أو في الختام يعني مش عايز أنسى طبعا دور الشركة المتحدة للتصويب الرياضي وكمان المصوك طبعا هذا المصوك لحقوق الرعاية بالنسبة لي حقوق النادي الأهلي في الرعاية وكمان بأكد تاني على شكرنا للدولة ومؤسساتها الوطنية على الدعم والمساندة المستمرة للرياضة المصرية سواء الأندية أو الاتحادات أو الرياضة بشكل عام المصرية كمان مش عايز أنسى شكر زملائي مجلس الدارة كلهم كل واحد بيحاول يوم بدور على أكمل وجه وكمان الإدارة التنفيذية طبعا قبل كده يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى ودايما إن شاء الله نلتقي على خير ونلتقي بسلام بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا كابتن حمود الخطيب على هذه الكلمة الضافية والصادقة ودائما أصدق الكلام هو ما يخرج من القلب إلى القلب التهنئة كانت واجب الأشقاء العرب وهذه هي قيمة النادي الأهلي يقدر أيما تقدير الإنجازات العربية التي تضيف لمنظومة هذه الأمة أيضا العمل بدأب وإخلاص من أجل شراكات مع كائنات اقتصادية عملاقة على غرار ما نحن به اليوم شركة جي إلسي هو أيضا يعني دأب وديمومة النادي الأهلي فالشكر جزيلا وموصول كابتن حمود على ما تقدمه للنادي الذي يمثل السواد الأعظم من هذا الشعب هذا الوطن الذي نفخر جميعا بالانتماء إليه تؤمن الشركة الألمانية اللبنانية للصناعات ديهانات جي إلسي أن مصر أرض الفرص ولديها كامل الثقة في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية التي يوفرها المناخ العام لذا تبني شركة جي إلسي استراتيجيتها على مزيد من التوسع في ربوع مصر ولم تكتفي بكونها أكبر شركة ديهانات تصدر منتجاتها إلى العديد من بلدان العالم تحت شعار صنع في مصر وترى شركة جي إلسي في جانب من هذه الاستراتيجية أن النادي الأهل العريق هو أهم رمز للرياضة المصرية لذا حرصت على مشاركته نجاح منظومة المسئولية المجتمعية والوصول إلى قاعدته الجماهيرية العريضة وشعبياته الطاغية أدعو الآن السيد الأستاذ محمد أمين الحوت المدير التنفيذ للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة دهانات جي إلسي للتفضل بإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي السادة عضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحضور الكريم في البداية أوجه التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الرمز والتاريخ الذي نسعد بتجديد شراكتنا معه للمرة الثانية في استمرار لرحلة نجاح جي إلسي مع النادي الأكبر في الشاق الأوسط وأعرق الأندية الذي اكتسب سمعة مشرفة لمصر على المستوى العربي والأفريقي والعالمي ونتمنى أن تتواصل رحلتنا سويا كشركاء نجاح وتستمر بطولات وإنجازات الأهلي وجي إلسي في كتف النادي وبالتأكيد لا يمكن أن ننسى الدور الكبير لشركة البرزينتيشن الشريك التسويقي للنادي الأهلي ودورها الفعال في ترسيخ العلاقات مع شركاء النجاح دهنات جي إلسي تسعى دائما للتمييز وتطوير علاماتها التجارية وصنع أفكار غير تقليدية لذا كان اختيارها للنادي الأهلي مثاليا كشريك نجاح نتشرف بالانتماء إليه اسمحوا لي بشكل شخصي أحكي لكم على قصة أنا لما جيت مصر ما كنتش أعرف أي حاجة عن الكورة كنت بستغرب لما الناس تتفرج عن المتش وكون في زحمة والناس بالنسبة لها ممكن تسيب كل حاجة من إيديها وصحاب المقربين لي كانوا أهلوية هم اللي خلوني أحب النادي الأهلي وأحب الكورة وهما السبب اللي أتابع كأس العالم بسبب النادي الأهلي أحب أعرفكم باختصار أن شركتنا الألمانية اللبنانية للصناع دهنات جي إلسي وعلى مدار أكثر من 25 سنة هي من رواد مصنعي الدهنات الإنشائية ذات الجودة العالية حيث حصلت الشرك على العديد من الجوائز كأفضل شركة دهنات إنشائية في مصر وأيضا في التصميمات بالألوان المبتكرة الجديدة واتجاهات الألوان السنوية التي تلبي شغف المستهلكين وتساهم في تعزيز المشهد الإبداعي بمصرنا العزيزة نحن نسعى جاهدين في جي إلسي لتقديم حلول الدهنات الأكثر تطورا لعملائنا ونثق في الاقتصاد المصري وأنها مهما كانت التحديات إلا أن مصر أرض الفرص واتخذنا طريق البناء واللموم والذي لم يتوقف إلى الآن بفضل الله اليوم نحن بفضل ربنا أكبر شركة دهنات إنشائية بمصر ولدينا الكثير من الفروع ومراكز ومنتشرين بجميع محافظات مصر ونصدر تحت اسم صنعة في مصر إلى الدول العربية والأفريقية وعندما اتجهت الدولة للاستثمار في الصعيد كنا سباقين وإنشأنا أكبر مصنع دهنات في جنوب مصر بمحافظة قنة ونهدف أيضا ودائما إلى زيادة معدلات التصدير لدينا إيمان راسخ في جي إلسي بأهمية الرياضة ودورها في تنمية المجتمع والحفاظ على شبابه وانطلاقه من دورنا في المسئولية المجتمعية نحرص دائما على دعم قطاع الرياضة والدخول في شركات في شراكات مع المؤسسات الناجحة التي تسهم في تطوير الرياضة في مصر لذا لم نجد أفضل من النادي الأهلي لنكون شركاء له وأقول بكل فخر واعتزاز جي إلسي بكتفك يا أهلي وإحنا في كتف الأهلي عد علينا خمس سنين خمس سنين من البطولات والنجاحات وإن شاء الله لمزيد من الإنجازات وحصد كافة البطولات خلال أعوام القادمة أنا مش حطير عليكم أنا عايز أن تهزي الفرصة وأنا على منصة الأهلي وأقدم الشكر لفريق عمل جي إلسي على إنجازات هذا العام إنجازات كتيرة والتحديات كانت صعبة السنادي فوق الوصف واليوم زي ما بقوله ختامها ميسك ختمناها في النادي السعادة نادي الأهلي كل سنة أنتم طيبين إن شاء الله السنة جاي تكون سنة حلوة على الجميع دهانات جي إلسي في كتفة كأهلي خمس سنين ولسه مكملين شكراً شكراً جزيلاً أستاذ محمد أمين الحوت المدير التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة دهانات جي إلسي على هذه الكلمة التي عكست في تقدير ما المحين مهمين وأهمية الفرص الاستثمارية والاستثمار في هذا الوطن وفي هذا السوق الكبير في مصر بالإضافة إلى أهمية شراكة مع النادي الأهلي بجماهرياته وإدارته المنضبطة شديدة الرقي والانضباط كما نؤكد دائماً أو كما يبدو لنا لكل ناظر تتفق أو تختلف الجميع يتفق على تقدير واحترام النادي الأهلي بتاريخه الطاويل الآن مراسم توقيع العقود أدعو السيد الأستاذ الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي للصعود إلى المنصة لتوقيع العقد ممثلاً عن النادي الأهلي السيد الأستاذ مالك الحوت المدير العام للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة دهانات جي إلسي ونسعد أيضاً بدعوة الكابتن محمود الخطيب والأستاذ محمد أمين الحوت لشهادة هذا التوقيع شكراً لكم شكراً لكم تقديراً من النادي الأهلي لهذه الشراكة الممتدة والتاريخية أيضاً خلال الفترة الماضية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يقدم درع وعالم النادي الأهلي وأيضاً تشيرت النادي الأهلي الذي يحمل شعار جي إلسي على كتفه كتفاً بكتف إن شاء الله إلى السيدة الأستاذ محمد أمين الحوت تشيرت ندل ولد بدورة يقدم الأستاذ محمد أمين الحوت أيضاً درع شركة جي إلسي إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اعتزازاً بهذه الشراكة صورة تسكرية السادة أعضاء مجلس إدارة دكتور محمد شاوئي تفضل السادة الأنديل السادة محمد الجرحي ومسؤولي شركة جي إلسي السادة أعضاء مجلس إدارة السادة أعضاء مجلس إدارة شكراً لكم لكل السادة الحضور نشاط الرياضي قطاع كرة القدم الحقيقة ممثلي وكبات أيضاً الفرق الرياضية المختلفة ونسعد دائماً بمثل هذه اللقاءات والمناسبات الطيبة شكراً جزيلاً ودائماً نلتقي بكل الخير وبكل المحبة موسيقى أهلاً بحضراتكم من جديد وزي ما أنتم شايفين يمكن وقاع المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي للإعلان عن الرعي الثالث للنادي الأهلي شركة جي أل سي للدهانات يمكن حاجة تدعو للفخر بالتأكيد مؤتمر شيك تصريحات مهمة جداً عقد شراقة وبرتوكول مميز مدير التنفيذ للنادي الأهلي مع المدير التنفيذ لشركة جي أل سي وبمتابعة وإشراف وبالتأكيد الكابتن محمود الخطيب ومسؤول شركة جي أل سي يمكن المشاهد دائماً بنشوفها داخل النادي الأهلي في كل مؤتمر صحفي وبع الإعلان عن كل رعي في النادي الأهلي ولسه كمان إن شاء الله في المزيد خلال الفتر الجاية أنا عايز ركز على الصورة اللي قدامكم دي دايماً وأبداً كده النادي الأهلي بيتعامل بإطار التخصص المدير التنفيذي هو المكلف بالتوقيع على العقود فبالتأكيد بيكون موجود والدعوة بتبقى من خلال مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على رأس المتابعين لهذا التوقيع الشياكة يمكن دايماً بتبقى هي الصورة المعبرة دايماً عن النادي الأهلي وكل الأحداث الرياضية داخل النادي الأهلي يا رب بإذن الله تكون شراكة مميزة وشركة جي أل سي مش غريبة عن النادي الأهلي وبإذن الله إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يكون فيه نتاج إيجابي لكل هذه المشروعات اللي بتتم من خلال النادي الأهلي طيب هرجع بالتأكيد بقى لديوفل إن الكابتن محمود الخطيب بدأ كلمته بتهنئة للمنتخب المغربي والشعب المغربي والحكومة المغربية على الإنجاز اللي اتحقق في كأس العالم في فا قطر عشرين اتنين وعشرين وكمان توجه بالشكر للمسؤولين والقائمين على تنظيم كأس العالم في قطر وكمان توجه بالشكر إلى رئيس الاتحاد القطري لخرة القدم ومتابعته وشغله خلال الفترة الأخيرة والكابتن قال جملة مهمة جدا دي بقى بتمس الرياضة المصرية ومهم جدا نتكلم عليها لأن قال الكابتن الخطيب لازم يبقى فيه إعادة للحسابات بالنسبة للمنظومة الرياضية في مصر خلال الفترة اللي جاية يعني بطولة كأس عالم بالنتائج والتنظيم وكل الأمور اللي تمت في قطر لازم يكون في دروس مستفادة لو عدت البطولة من غير ما يكون في دروس مستفادة هنخسر كتير قوي أكتر ما احنا خسرنين دلوقتي بشكل عام في الرياضة المصرية وتحديدا كرة القدم بشكل خاص سيد جمال تعليق حضرتك على المؤتمر بشكل عام وعلى الكلمة اللي الكابتن محمود الخطيب ركز فيها على إعادة الحسابات بالنسبة لمنظومة كرة القدم المصرية تمام هو طبعا نمرت واحد التنظيم يمكن الكل احنا شفنا المنظر العام للمؤتمر شيء مش غريب على النادي الأهلي وهو بيتكرر بنفس النجاح يعني حتى المؤتمرين اللي عقدوا قبل كده برضو عشان اتصالات وبنك بوزابي كانوا على أعلى مستوى بالنسبة للكلمة اللي ألقاها الكابتن محمود الخطيب كان جميل جدا جدا أنه يبدأ قبل أن يدخل في مجال الحديث عن المؤتمر والشراكة مع شركة جي إل سي أنه بدأ بتهنئة يعني ربط الأحداث تهنئة قطر على التنظيم وتهنئة منتخب المغرب على المستوى الرائع اللي وصلوا لي أو اللي قدموه خلال هذه البطولة ونتمنى لهم إن شاء الله المزيد يعني أعتقد أن الحلم ما بقاش بعيد يعني بناء على أداء المنتخب المغربي ثانيا الرابط بين ما تم من نجاح في كأس العالم اللي منظمت في قطر مع انعكاسها على الأوضاع الداخلية في الرياضة المصرية طبعا 100% هي صورة واضحة للنجاح وإزاي أنت لازم تستفيد من هذا النجاح ونبطل شوية حاجات كتير إحنا بنعملها وبنبوص بيها شغلنا يعني مثلا من ضمن أقول على سبيل المثال إحنا عاملين هيصة جمدة جدا على فيتوريا وهيعمل وهيكسر الدنيا ونسيين أنه كأس العالم القادمة هتكون تسع منتخبات من أفريقيا تسع وتلت يعني في تلت كمان في مقع في مقع كده متوزع على كازا قارة متوزع على كازا قارة فعايز أقول إذا لم ننجح في أننا نبقى ضمن أفضل تسع أو عشر منتخبات أفريقية مشكلة كبيرة يعني ده يرد كمان على بعض الوعود الضعيفة من جانب اتحاد الكرة المصري وفيتوريا إنه والله هنحاول لا مش هنحاول أنت مش قاعد عشان توعدنا وعود كاذبة يعني فنرجع لكلمة الكابتن الخطيب أعتقد أن هي أعطت الحقوق إلى أصحابها سواء بالنسبة لمنتخب قطر منتخب المغرب أو بالنسبة لدولة قطر في هذا التنظيم المبهر اللي هو يمكن لأول مرة تقام في دولة صغيرة الحجم لكن النجاح كان واضح جدا وتجربة جديدة يمكن البطولة القادمة هتقام في ثلاث دول عملاقة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صحيح لا أعتقد التجربة الأخيرة دي تجربة نكحة جدا تكن في استضافة كاس العالم لدرجة أن الزملائنا اللي هناك والجمهور بيقولك إحنا بنتفرج على كل المتشاط أه 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 يعني بيخرج من المتش ده ياخد المترو يطلع المتش التاني 30 مطعم في تاويت واحد تحضر هنا شغط وهنا شغط آه يعني شيء برضو تجربة جديدة يعني في هذا المجال وإحنا سعداء بها جدا لأنه في النهاية المتفوق هنا دولة عربية شقيقة وأيضا النجاح اللي عامله منتخب المغرب من دولة عربية شقيقة أتوقع إن شاء الله أنها تستمر كمان بإذن الله أولا بس أنا عايز أعقب على حاجة في المؤتمر بعيدا عن الشياكة بتاعت المؤتمر بعيدا عن التنظيم بتاعت المؤتمر يمكن أنت طبعا أكيد عارفه لو سيس جمالي إن المؤتمر ده مثلا الناس ما بتشوفش المنظر قدام الشاشة اللي انت بتشوفه لها ده فيه بروفات عليه طبعا بعيدا عن الضيوف في طحضير طحضير اللي بروفة قبلها بمرة واثنين بس في حاجة مهمة جدا في المؤتمر ألا وهي الربط الأجيال أنا طبعا مش هتكلم عن الشياكة ومش هتكلم عن التعاق هتكلم عن ربط الأجيال ربط الأجيال في لعيبة الأهلي يعني أنت دلوقتي في المؤتمر الأول جدت كابتل محمد الشناء اللي هم اللعيبة الأسين اللي موجودة عندك المؤتمر اتصاب بعكا تجد تنزل وتكمل في ربط الأجيال إزاي تعد كادر حتى في المؤتمرات ده شيء مهم جدا على فكرة محدش بياخد بال منه محدش بيركز فيه مش مسألة حضوره خلاص مش مسألة حضوره خلاص إنت إزاي تعمل ربط إزاي تخلي واحد زي طير محمد طير هو لسه ما كاملش سنتين أو غالت سين عندك في النادي إنه يتعود على حدث إنه أنت قاعد بتمثل قيمة النادي الأهلي نهاردة جايب المؤتمر اللي عدك وانت جايب مثلا لعبت النشاط الرياضي نهاردة جايب سوريا محمد جايب عبدالله عبدالسلام وصورة كرة الطيرة كابتن خادر عود ورده في الاختيارات كابتن سعب نحفظ في الاختيارات الحاجات دي مهم جدا إنه أنت تبص يعني كن حاجات صغيرة تفاصيل بس بينك قدينة ده اللي مبيسيبش حاجة للصف أعداد كوادر كمان كمان أنا أثعب العيبة دي النقطة فيما يخص المطامب بعد عن شاكة المطامب بعد عن التنظيم وبعد عن كلمة الكابتن خطيب فيما يخص بقى الكابتن خطيب وتهنيئته للمغرب وقطر ودي نبع من دور النادي الأهلي تجاه الدول للشقيقة لكن أنا كشاك لشخص كنت متوقع كده في المغرب إنها توصل للمرحلة دي يمكن ناس كتيرها تقول لك لا أنا كنت متوقع لسبب وانت يمكن متابع كويس جدا للكورة المغربية هل الكلام ده نتاك حاليا؟ لا طبعا ده تخطيط أخير خمس سنين طيب هل مثلا الناس كل ناس عارفة سمحتش واخد باله إن مثلا المغرب مع كتيبة المحترفين الرهيبة اللي بره البلد اللي فاعت الدولات الأوروبية في شبليا وبرمنيون باريستان شرمان هل هي مش متفوقة باللعبة تعتبر الصف التاني مش متفوقة قريا؟ متفوتها؟ دي واخد دوري أبطال واخد دوري أبطال أفريقيا للسيدات صحيح جيش الملكي لسه من حوالي شهر ونص واخد يعني أنت متفوقة في كل الكورة تام كلام ده ليه؟ احنا ليه تمالي بعزينة راسنا في الرمل ليه؟ طيب الرجل فوزي لاقطع ده نحبه أو نكرهه نقوله ظلمنا كنادي أهل ولا مظناش بس نازم نعترف بحاجة الرجل ده بيشتغل لمصلحة بلده بيشتغل لمصلحة زر المالية في بلده رئيس الاتحاد الكورة المغربية نايب رئيس الكاف عدوا لمكتب التنفيذ الاتحاد الدولي طيب إحنا عندنا ناس ممثلين دوليين عملوا للبلد ورئيس اللاجلة المالية في الكاف ورئيس المجدد عملوا يعني احنا عندنا ناس عدوا لمكتب التنفيذ الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي من زمن الزمن عملونا ايه؟ ولا حاجة حتى لما طلع واحد المرحم عمر فهمي حاول يعمل حاجة كان خلاصوا عليها طمس لي انت هنا بتكلم فوز لقجع احنا عايزين يبقى فيه نظر عايزين فيه نظر حالية ومستقبله للكورة بس مش ده يتحسب مش الناس ده يتحسب احنا ليه وصلنا في الياد دارس المحمد دكتور حسن مصطفى عمل نظام للكورة المصرية من سنين جاب لك اخد بالك برضو الناس اللي بتتكلم جاب لك كسر عالم وعلى فكرة مش لازم يكون رئيس الاتحاد يعني هو الراجل رئيس الاتحاد دولي وساب الاتحاد طبعا بس في نظام حطه الناس كلها اشتغلت عليه هو الراجل لا ولما ساب منصبه المحلي ما خلعش لا لا يعني هو هو كان زي ممكن انت كنت هتقول كده عم حاكيم انه هو له دور مهم قوي في انه يجيب كاس العالم ويصر على اقامتها لا وبعيد عن اقامتها سيد جابل انت وصلت انك بدلوقتي من السبع العظماء على المصول العالم انت مش مجرد انك فكرة في اليد دولت انت عايز تعدل سيمي فاينال انت القصة دلوقتي خلاص انت بقى حلمك زي ما خدت كاس العالم في الشباب عايز تروح لمهو ابعد من كده على مستوى كبير وده اللي بتعمله المغرب على فكرة في الكورة عمل سيستم اللي هو رط دوره المرتبط بالفريق كبير فعملت قاعد قواعد انت بتحت لي جزئية مهمة جدا وفكرتني بيها التخطيط والتطوير طبعا الناس تتذكر في شهر ستة اللي فات بعد نهاية دورة ابطالة افراقية كم الافتراءات واللي تقالت في الاعلام وفي الصحافة ازاي الاهل يسمح لبيتسو موسيماني يحضر دورة تدريبية في المغرب دورة البرو هل تتخيلوا ان الدورة دي هي اللي اهلت وليد الرجراجي انه يكون موجود على الدكة ويكون مديرا فنان لمنتخب المغرب هل تعلموا ان الدورة دي كان فيها اكتر من عشرين مدرب مغربي كان واحد في مصر كان مدرب مصري معا رخصة البرو من الكاف في الفترة اللي فات مش رخصة البرو يا سمع عم رخصة المحتركية كان واحد في مصر معا رخصة ايه مش البرو دالا ايه دي الاقل كمان دالا ايه دي الاقل ايت حتاك اني عديت عشر أش يعني جزء من التخطيط الرخص التدريبية اللي حضر فيها بيتسو موسيماني نصف مصر كان بتتكلم هو سايب تدريب الفريق ليه وراه يحضر دورة تدريبية منتخلات. أصلي يا أستاذ محمد هي منظومة خلي بالك. اتحاد الكرة مش دوره. يعني انت عندك النهاردة اتحاد الكرة بيقاتل على ان المدرب معين مرتب يزيد. رغم ان مع احترامي يعني الاسماء. يعني كان الاسمس. الخبرات. السيرة الزاتية. الرخص التدريبية. اذا كان المدير الفني شخصيا الاجنبي. قالك انا مش عايز مدرب. انت تضيع وقتك بقى في انك ازاي تفرض هذا المدرب على المدرب المدرب المصري. وعلى المدير الفني الاجنبي. وبعدين نختلف على انه بياخد كم. خمسين لا ياخد سبعين. يعني ده كلام. مصبت الخمسين والسبعين كمان. هل تعلموا ان الدور المغربي اقل دوري بيدفع ارقام مليل اللعيبة. مزبوط. انا متأكد. وليد الرجراجي المدير الفني للوداد. الفيز دورة الطالق افريقيا. حالية مدربة للمنتخب المغربي لا يتعدى الاربعين الف دولار. دولار. اه. خليلو زيتش اللي تأهل بيهم لكاس العالم كان ثمانين الف دولار. هيرفي رينار الاسم الكبير اللي الكل بيتكلم وقالك اصل طلب مئتين الف دولار وثلاثمائة الف. كان بيدرب المغرب بسبعين الف دولار. طيب الان دي المغربين. ايه اسألت كابتن طلب مصطفى حاليا بيدرب المغرب. طيب مصطفى بياخد بما يوازي بالمصري. اه. رقم مفاجئ. اه. رقم بص صعيق تمانين الف جني مصري. ما يوازي بالمصري. تمانين الف جني مصري. تمانين الف جني مصري. طيب. بس الراجل راح لانه شايف كورة هناك منتظمة. راجل بيقدم نفسه بشكل وايس جدا. واخد فرصة برضو. واخد فرصة ممتازة جدا. اه اه اه. ولقى تأدير كواس جدا. شايف عامل النجاح كلها متوفر هناك. ومدرب على فكرة مش معنى انه هو رجل محسوب على الزمالك وانه ندعمه وانسنده ونفرح بانجازاته. يعني كابتن طريق مصطفى هو فكرة مشروع دي تأخرت جدا عليه بس الراجل بيشتغل على نفسه. بيشتغل صحي جدا. انا معايا فرصة بيشتغل عليها. بضحي بالفلوس شوية عشان يكون موجود. ده للمفروض الناس تشجع عليه. وعلى فكرة بياخد دورات بالمناسبة في نفس الموضوع بجانب. اسعار بدون قطع كلامك مصطفى حكيم. اسعار اللاعبين المغربة. في المغرب طرح ما يحترف داخليا مش كده خالص. مش الارقام دي. في ربطة. ايوة. في نظام. في نظام وفي سقف معين بيلتزموا به. ولذلك. وفي كشف عن المزانيات. اللاعب اللي بييجي مصر. اللاعب بتوع الشمال الافريقيا اللي بيجو مصر. بيجو بأضعاف أضعاف. عشر أضعاف. سعر هناك. ده بشهادة من وكلاء لعبين على عندهم خبرات. منهم مسلا دكتور سالم محمد سالم. قال لك اللاعب بيبقى مسلا بمئة الف دولار بنلاقيه عبل ما بيوصل لك هنا بالحبشتكنات بتاعته. قبل ما نقف الموضوع ده معلش انا هاخد منك دي بس بمناسبة كلمة الكتن خطر. ده موضوع مهم جدا. اه شباب المغرب و خطر. دي فرصة ان احنا نتكلم عن الناس اللي كان بتهاجم تملي اختيار الاهل المحترفين. بدر بنون. بدر بنون اللي سابق من فترة اوليلا جدا. نعم. موجود فيه عنصر اساسي انبارح مجرد ما رونالدو نزل. جاء نواليدة دي جراجي دفع بيه عشان يرائب رونالدو. عشان نلعب الهواء والقصة دي كلها. فده لعب موجود ليدو. ده كان لعب محترف في النادي الاهل. ده كان لعب محترف في النادي الاهل. قال ليو ديانج حد يختلف عليه. لأ طبعا. اساسي في النادي معلول. كان ليدو مهم جدا جدا مع منتخب تونس في السنوات الاخيرة. دول محترفين في النادي الاهل. انا مش مجبتش محترف قعد اسبوعين ومشي وخد تلتمين وخمسين الف دولار. لا. لا ويه اللي مش هنروح بعيد كمان. رغم من جنوب افريقيا ما تقاليكش كاس عالم. بس عنصر اساسي في منتخب جنوب افريقيا. ودايما هو كوبروس بيتكلم عنه بيرستاو. بيرستاو. وجايلك من برايتو الإنجليزي. يعني شئتها مع بيتها جايلك من الدول الإنجليزي. حتى لو لعب في بلجيكا. ولعب في برايتو لسا جايلك من النادي الاهل ما بيفروضش لعب على مدرب زي ما بيحصل في ندي تانية. حنرجع للجزئية دي تانية. لسا الموضوع ده اصلا فيه كلام كتير وفيه معلومات مهمة. لكن اروح بسرعة لمقار النادي الاهلي بجزيرة وفي اطار المتابعة مع زميلتنا العزيزة نورهان طمان. فيه لقاء مهم مع الكابتن او الاستاذة طريق انديل عضو مجلس ادارية النادي الاهلي. فضل يا نورهان. يا مساء الخير على كل طبع مشاهدي قناة النادي الاهلي. ولازلنا مستمرين معاكم فيه تغطية حفل مراسم توقيع عقد رعاية الثالث بين طبعا شركة جي ال سي ونادي الاهلي. واحنا هنا طبعا مقر نادي الاهلي بالجزيرة. معانا طبعا عضو مجلس دارة نادي الاهلي السيد طبعا طريق انديل. يعني براحب بك معنا شاش قارة نادي الاهلي. اهلا بيك يا فاندي مؤلم بكل جماهير نادي الاهلي واعضاه. يوم جميل من الايام اللي هي متولية ورابعة بخصوص الرعاية رعاية للموسم الجديد اللي هتستمر اربع سنوات ان شاء الله. اه حاجة استمرارة للفكر التسويقي والاقتصادي اللي ماشي بيه النادي الات. اه شو ستارق يعني كلمنا بقى عن يعني الحمدلله طبعا ده العقد الثالث كواليس الامر ده كجات زي. لا هو يعني. تجديد طبعا خلينا نقول ده تجديد عقد رعاية جي ال سي. اه مش حكاية كواليس احنا زي معارض كابتر محمود الخطيب اللي هي كل الاطراف بتبقى متعاونة. الشركة المتحدة اه الحمدلله مجلس زارة النادي الاهلي بقى قادة كابتر محمود الخطيب. والرعاء اللي هو اسم النادي الاهلي جازب لكل حد يعني. يعني الحمدلله كل الرعاية تمنوا ان هما يكونوا اسمهم مقترن باسم النادي الاهلي. وفي نفس الوقت احنا بنحاول اكبر دخل ممكن للنادي الاهلي من العوائد دين هتخش النادي عشان زي ما هيك عارفة مصروفات النادي الاهلي مصروفات باهزة سواء خدمية انشائية مصاريف لكل الالعاب. فده في نهاية بيعود على اعضاء وجميل النادي الاهلي بالنفع ان شاء الله. ستر قلنا بقى يعني احنا نكون طمعين ونعرف منك فيما هو قادم ان شاء الله يعني يعني عقود الرعاية هنستفاد منها ازاي النادي الاهلي هيادر استفيد منها ازاي هيأثر ازاي. عايزين حاجات اللي بتهم وبتمس الجماهي. الامور واضحة جدا الحمد لله. هو اكبر ما يتميز بلي النادي الاهلي الشفافية في الكلام ده كله يعني. منزانية النادي الاهلي واضحة عقود الرعاية واي دخل بيخش واضح جدا طريقة انفاقه وسواء الحاجات الرياضية اللي احنا دايما النادي الاهلي قدروا ان هو يكون الاول في كل الالعاب. فبتحتاج مصروفات كبيرة. في نفس الوقت العملية الانشائية اللي ماشي واو الخدمية وبنتاز فرصة دي وبارك لجمهور النادي الاهلي واعضاؤه على الفرع الجديد في التجمع ان شاء الله بكلمة اخيرة بعد المباركة على فرع التجمع وكلمة اخيرة بقى الجمهور النادي الاهلي في طبعا يعني مناسبة سعيدة زينا。 جمهور النادي الاهلي هو الاساس هو رقم واحد اي تطور في اسم النادي الاهلي اي عوائد بتخش النادي الاهلي مصدرها الرئيسي هو عشق الجمهور ده وتشجيعه للنادي الاهلي شكرا لحضر شكرا فان ده طبعا كان لقاءنا مع أستاذ طارق أنديل عضو مجلس دارة النادي الاهلي اللي كلمنا عن كواليس وأمور تخص الرعاية واجه طبعا كلمة أخيرة وكلمة شكر لجماهير النادي الاهلي وأيضا طبعا يعني بارك للنادي الاهلي وأعضاؤه وجماهيره على افتتاح فرع التجمع ده كان لقاءنا مع أستاذ طارق أنديل شكرا لكم جدا وعود مرة أخرى إلى الستوديو شكرا نورهان بالتأكيد على لقاء الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي يتكلم بالتأكيد في تفاصيل خاصة بمستقبل النادي خلال الفترة اللي جاية كمان نخد بالكم الفترة الجاية بننتظر حدث مهم جدا في الأمور الانشائية وفي أصول النادي الاهلي فرع جديد في القاهرة الجديدة في التجمع الخامس بإذن الله ان شاء الله تكون بداية للمكان عارفيني النادي الأهلي ما بيفتتح فروع في أماكن بتبقى الأماكن دي لسه ما فيهاش فيها حركة كتير أنا شفت ده على المستوى الشخص في الشيخ زايد يعني الأهلي في الشيخ زايد ده كان المكان فاضي جدا أول ما الأهلي عمل فرع مش عايزة للك المنطقة بعد كده بقيت عاملة ازاي يعني إن شاء الله فرع تجمع الخامس كمان خلال الفترة قريبة جدا عايبقى فيه تخطية وامتبعة لهذا الصرح الرياضي اللي الأهلي بيضيفه للمنظومة الرياضية في مصر خلال الفترة اللي جاية صاحب حكيم كنا بنتكلم قبل بقى من نختتم جزئية الكورة والإنجاز اللي عاملها المغرب واللي عاملها قطر في التنظيم اللي ممكن تستفيد به المنظومة القاروية في مصر خلال الفترة اللي جاية سواء أولا من بدايتها من وزارة الشعب الرياضة إلى اتحاد الكورة خلال الفترة اللي جاية عشان نبدأ نستعيد ريادتنا في الأربع سنوات اللي جاية إذا صح الكلام إن إحنا مشروع فيتوريا ندعمه لو كان أربع سنين ندعم المشروع ونستمر عليه ده بداية الإصلاح لو إنت عايز تشتغل صح هيدي نقطة تالية للنقطة المفروضة الأولى والتانية اللي كل نسا متكلم على دكتور حسن مصطفى إن إنت تعمل ربط إنك لازم تهتم بالقاعدة قاعدة الناشئين اللي موجودة عندك تعمل دورات منتظمة في بطولات الجمهورية تحدد مينفعش إن إنت تقول لي في 2001 و2002 و2003 لحد 2012 ده الكلام ما بحصلش في دورة في العالم سبارت براجا ده جاي فريق الناشئين جاي يعمل معسكر في النادي الأهلي وهيلعبوا بطشين والدين عندهم أربع فرق أربع فرق بس في قطاع الناشئين ده اللي بتشتغل صح شغل صح إنك تعمل أربع مسابقات للناشئين بس بتركيز بانتظام بالتزام وتروح للدورة اللي هو الدورة الممتاز إنك بقى فيه التزام موعد محددة فيه تحكيم عادل تمام فيه منظومة مسابقات موحدة بمعنى إن أنا ما ينفعش إن أنا عاقب النادي الأهلي النهاردة ومعاقبش نادي معسين تاني يوم على نفس الوقع ونفس الفعل العدالة والتحكيم وخل بطولة منتظمة وقاريت لو نقدر لو نقدر أنا بقول لو نقدره ده حلم إن إحنا نعمل زي ما حصل في اليد نربط نتائج بعض فرق قطاعات الناشئين بالفريق الأول يكون بوينتس مثلا زي ما بيحصل في اليد بوينتس لو أنت تاخد الفريق الناشئين مثلا الأهلي بيلعب غزة المحلة النهاردة فريق الناشئين مثلا 2003 يكون هو الفريق بي يلاعب في نفس اليوم الساعة واحدة مثلا الظهر أو الساعة 2 الظهر والفريق كبير يلاعب الساعة 4 والساعة 5 ودي نقطة ودي 3 نقطة ويبقى كله ده الاهتمام بالقاعدتين ده هيخليك على الأقل يطلع لك كل سنة كل سنة كل سنة يطلع لك على أقل 40-50 لعب أنت دلوقتي تاية عشان تعمل منتخب 2005 تاية عرفيا عشان تعمل منتخب 2005 اللي بتعده الأولمبيات 28 ودي برضو خطة كويسة جدا لو اتعاملت زي موضوع فيتوريا وموضوع ميكالي وموضوع مشوار مدرب منتخب أولمبيا 2005 زي ما انت عندك منتخب أولمبيا 2024 أكيد أستاذ جمال شوف طبعا بالإضافة لكلام اللي قاله الأستاذ عب حكيم أنا من وجهة نظري أنه وعلى فكرة ده مش كلام يعني عاطفي ولا بص النية لازم تكون مصبوطة جدا أي حد بيتصدق للعمل العام لو هو بيشتغل لمصلحة هذا المكان 100% لازم ينجح وبرضو الشواهد كتير يعني نيجي منتخب المغرب أكيد بيشتغله لخدمة المنتخب كل الجهات هناك بدليل الراجل فوز الأغداء فوز الأغداء فيه نهضة على مستوى كل القطاعات على مستوى المنتخب على مستوى الأندية الأندية فيه شغل بيصب في كل الاتجاهات ثانيا أنت عندك في مصر مثلا إنشاءاتك ماشية بشكل كويس جدا يعني وخصوصا طبعا الاستاذات التابعة للقوات المسلحة ده بيمثل بنية أساسية والدولة بتعملها أنا بقى عايز أرجع أقول إيه؟ أنه أهم حاجة أهم حاجة أنك تجيب المسؤولين اللي يعرفوا يديروا مشروعاتك بشكل كويس دي نقطة مهمة جدا أيوة أصل أنت النهاردة معلش إذا اشتغلت بالحب والهوى والمزاج والكيف وأنا ده ما بحبوش وده ما بحبو مش هتوصل لحاجة نذكر تجربة مرة عليها سنين لما حبوا يعملوا في اتحاد الكورة ترتيب للمدربين جابوا الدكتور عمر أبو المجد ربنا يصبحوا بالخير أنه يعمل تقييم فعلي بحيث أنت لو عايز المدربين للمنتخبات هتلاقي هتلاقي المناسب ليك كويس المسابقات طبعا مهمة قوي اللي قالها السلام حكيم اللي هي انتظام المسابقات والموعيد والكلام ده كله بس الدكتور عمر أبو المجد لما جاء حط الأسماء بالترتيب لحطهم ومشي مشي أيوة لأنه مرسوش في الترتيب ورحوا خدوا أيوة هم خدوا زي ما هم عايزين ما هو ده اللي أنا عايز أقوله وإيه أنت النهاردة كمسؤول في أي قطاع عشان تنجح وحربط لك دي بحاجة تانية إخوانا القطريين بدأوا قبل مرحلة معينة قبل التسعينات كانت مقرات الأندية عبارة عن إيه أصد مقرات أنا بقولك حاجة مناء على تجربة شخصية كانت عبارة عن ملعب تدريب أو ملعبين ومفيش مقر نادي بالمعنى المفهوم أكيد يعني فيش استاد كبير فيش استاد ومفيش منشأة اسمها النادي العربي أو نادي الساد فأنا حضرت هذه المرحلة وحضرت فيما بعد بقى لما أنشأت الدولة قامت بإنشاء مقرات للأندية ثم بعد كده نقط بقى قدام عشرين سنة والعشر سنين كمان لما تقدموا للحصول على تنظيم كاس العالم اللي هو 2010 يعني سنة 2010 سنة 2010 ما كانش عندهم كل هذه الاستادات لكن هو بيعمله ايه أنا مش بفهم مثلا في مجال الانشاءات الرياضية أتعاقد مع ناس ينشئوا هذه المنشاءات الرياضية وطلع حصل يعني بيزنس بيزنس أنا عايز أعمل استاد عالمي بجيب الناس اللي يعرفهم ما بجيبش بقى حد من عندي يفتي ويطلع غلط أو يطلع فيه عيب انت فاهم قصدي يعني كل الفكرة برضو إعطاء كل زي صاحب مهنة خده يعني الناس ياريت تاخد الكلام ده بقى بالقياس اللي بينه السسجمال على كل حاجة يعني مثلا ايه ما يجيش حد في المسابقات هو مش فاهم في المسابقات يمسك مسابقات التحكيم شؤون اللاعبين إدارة الاتحاد إدارة اللعبة يعني كل حاجة كل حاجة في هذا المجال هي منظومة نجاح مش احنا بنتكلم النهاردة عن منظومة نجاح في النادي الاهلي في قطاعات كتيرة جدا انت نفس التجارب دي تنقلها على مستوى المنتخبات على مستوى الاتحادات بدليل ايه هو النجاح اللي عملوا اتحاد كورة اليد اللي أشار إليه برضو الحكيم من سنوات طويلة من قبل ما الدكتور حسن يبقى الرئيس الاتحاد الدولي أما كان رئيس الاتحاد المصري اللعبة الشعبية التانية يمكن بعد كورة القدم كانت كورة السلة الطيرة أصبحت كورة اليد في التسعينات الدكتور حسن كان يدور فيه لا احنا دلوقتي في اليد احنا بنوعب نتفرق على المطشاط وكأنك بتلعب مطشكور بالضبط كده وبعدين حتى بعد ما مشي خلاص بقى فيه نظام محطوط بس لما حصل مخالفة ما من رئيس الاتحاد المصري للكورة اليد تدخل الدكتور حسن مصطفى باعتباره صفة الدولية وهي مخالفة الفقاعة يعني ممكن أي حد يعني معلش يا جماعة احنا مش عارف ايه النظام على كل ها النظام بس لا يرحم النظام عشان تنجح مفيش التعاطف ولا العواطف مش مثلا واحد انت عايز تعلم الناس ما ترميش الزبالة في الشارع مش كل واحد ينمي وتقوله معلش بقى المرة دي معلش يعني نلغي كلمة بتاعت معلش شوية انه كل واحد يشتغل بجد يبقى عنده مشروع اي حد عنده مشروع لازم هينجح لانه هيحشد كل اسباب وعوامل النجاح مش هيبقى عنده فرصة انه هو مثلا باختصار كده يعني بالبلدي ما هياش عزب منفصلة الرياضة المصرية للأسف الشديد لا تختار الكفاءات اللي تحقق الامنيات والطموحات ودي نقطة خطيرة مسبة الكفاءات احنا مثلا مثلا مين عندنا كوادر بنعدها تكون موجودة في الاتحادات القرية والدولية مش هتلاقش واحد موجود بيدي كتفل اي حد اي حد يظهر بس ناخد تجربة النجاح اولي المشكلة ما نقول اسم محمد ما تبص النجاح اللي بتعلمه دي بتوجه ليه؟ مش دا حقية كابتن صالح لا يرحمه تنحضرك يا أستاذنا تنحضرنا طيب انت كابتن صالح وكابتن حسن كان نائب بتاعه وشاف بعينه مين ممكن يكمل كابتن محمود الخطيب بالزبط كابتن خطيب حطه على التراك حطه على التراك فريق عده مجلس دار تمشي كابتن خطيب وكابتن حسن لما كانوا موجود كابتن حسن رئيس كابتن خطيب حطه هنا على مين؟ كابتن هادي كابتن سيد تدأ ايه؟ تدرج لما جاء كابتن الخطيب حطه أنا على مين؟ كابتن حسام غالي كابتن وليد في التراك كوادر في الجزء اللي داري فهتلقى عندك دكتور محمد سراك هتلاقى مثلا عندك جرح هتلاقى عندك الدماطي اللي هي ايه؟ وقابلهم طبعا مهندس مرتاج ولزير عامل فاروق هتلاقى اللي هو ايه؟ أنا بختار يعني حسام غالي كام سنة؟ محمد سراك كام سنة؟ والد سليمان لسه مخلص كورا دخل في التراك اللي هو أنا يبراس بطاع نشيل أبتد بقى ايه؟ وهتلعه ياخد خبراته وليه إحنا يا جماعة مبصش للكلام ده؟ هو داعيب لا بالعكس لكن انت موجود في منصب وصلتن لدولي مش عايز حد معاك ده لو واحد دخل لجنة تسويق كنت قادرة مني في الحتة دي؟ يعني يا ويلو يا ويلو في الحرب اللي هيتعرض لها بشكل رهيب النادي الأهلي الأهل لما يبقى العادة الرعاية ما بيبصش بعد 4 سنين من موجود يعني هالكابتن الخطيب ربنا يديه طط العمر طبعا والمجلس ده كله هيكون موجود مثلا بعد 10 سنين أبو حسامة جالي مثلا يكون هو الكادر اللي بيطرح كرئيس للنادي أو كابتن ويلد سليمان يطرح كعيد ومجلس دارة أو كمسلا لا طبعا ليه ما أنت هتروح الدليل إيه مثلا أنت عندك كابتن حسن حمدي وربنا ديره الصحة هو جيه في فترة معينة وقال خلاص أنا استكفيت استكفيت وعبعد عن المجال العام ويتقدم كابتن محمود الخطيب اشتغل معايا لقال كده أنا أفاك اشتغل معايا وهو الأفضل لاستمرار بنفس النهج اللي احنا كنا شغال عليه مع تطوير العصر الحالي تطوير بتالعصر الحالي كيف رئكتير كلام مهم جدا وفكرة صناعة الكوادر دي ممكن يتعمل عليها حلقات احنا عايز أقول لكم يمكن بالنسبة الحديث عن المكتب التنفيذي والكاف والكوادر اللي موجودة في الأهل وإزاي الأهل خلق وصنع الكوادر يبقى ليها دور حتى في الرياضة المصرية الفترة اللي جاية لو بصينا على الكاف الناس بتقول للأمين العام أو السكرتير العام مش مصري ده حتى جماعة المدير المالي اللي بيتعامل مع البنوك المصرية من غانا مش مصري مع إن العرف بيقول إيه دولة البقر طبعا غالبا بيبقى منها الأمين العام بشا فيه لفظ صعب جدا انت بعت كل حاجة عشان تظللت على كرسيك فالاتحاب القر والدولي عندنا كلام كتير في الجزية دي بس نروح لزملتنا العزيزة نرهاننا طمان ومعها لقاء مهم جدا مع السيد محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لشركة جي ألسي تفضلنا نرهان ولازلنا طبعا متواصلين معاكم وطبعا بنرحب بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان هنا طبعا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة ولازلنا في حفل يعني فعليات أو تغطية حفل فعليات التوقيع عقد الرعاية السالس للنادي الأهلي أو يمكن خلينا نقول المسميات أفضل تجديد عقد رعاية جي ألسي في كتف النادي الأهلي واحنا معانا طبعا سيد محمد أمين الحوت عضو رئيس شركة طبعا جي ألسي بنرحب بحرك معانا شركة قناة النادي الأهلي أنا وصحنا زيك عم ناية طبعا بنبارك لحضرتك على تجديد عقد الرعاية في البداية ويعني خلينا نتكلم عن إزاي أو كواليس الأمر جي ازاي شكرا لك أنا سعيد جدا طبعا احنا الرعاة رسمية للنادي الأهلي تقريبا من حواري خمس سنين الفكرة جات ان احنا لما حبينا نتوسع تسويقيا بحجم الشركة بتاعتنا ما شفناش إلا النادي الأهلي هو اللي هو من أكبر النوادي الموجود هو يعليق بالحجم بتاع شركتنا كيانين كبار لما بيعملوا شركة مع بعضيهم أكيد فيه استفادة للكل الجماهير وللنادي وللشركة عندنا دي من أهم المعطيات ان احنا متمسكين في النادي الأهلي طبعا احنا اول مرة عملنا معهم العادي المدى السنة بعدين أربع سنين والحمد لله النهاردة جددنا الأربع سنين جاي بإذن الله وان شاء الله الأربع سنين جاي يكون وشنا حلوة على الأهلي وان شاء الله يحقق بطولات بإذن الله التسوير الرياضي للشركة يعني فكرة الدخول في عالم التسوير الرياضي بالنسبة للشركة احنا مؤمنين بالرياضة الرياضة هي العمود الفقري للشباب الشباب كلهم بحبوا الرياضة بوجودهم بالنواة بأكبر النواة دي النجاحات الناس كلها بتشوف في لعبين كتير نجحوا وبقوا عالميين الناس كلهم عندهم طموحات احنا القادمة في الفترة الجاية ايه هتقدموا للنادي الأهلي احنا ان شاء الله السنة دي خلصت كل 선물 وطيبين ان شاء الله السنة جاي بيبدأ من شهر واحد او أول شهر اثنين هنقدم حاجة لجمهور اعضاء النادي بتاع النادي الأهلي هنقدم كروت خاص اي حد اين حد من اعضاء النادي الأهلي هيروح على اي محلات جي الي سي وهيبقى لود ديسكونت خاص للنادي الأهلي دي أول حاجة الحاجة التانية هنكود اللون بتاع الأهلي هنسميه أهلي كالر هبقى الناس أي حد يطلبها يروح على المحلات ويقولهم أنا عايز لون النادي الأهلي هياخدوه على طول دي الحاجة الجديدة هنقدمها طبعا إحنا إن شاء الله بتدام الكوارتر الجديد هنحط خطة إحنا إن شاء الله عادنا أربع سنين هنحط خطة كوارتر علشان الأهلي يستفيد مننا أكتر ما يقدر وإحنا نستفيد من أعضاء النادي والجمهور ونوصل اللي إحنا محتاجين من الناس التعاون بقى مع كابتن محمود الخطيب يعني كان ماشي إزاي يعني كابتن حمود الخطيب طبعا أسطورة الرياضية يعني ورئيس مجلس دارة النادي الأهلي التعاون معه مع مجلس دارة كان إزاي إحنا لما بنشتغل مع أي حد بنشتغل معه بطريقة استراتيجية إحنا اللي اتنين واحد اللازم هو يكون مستفيد وإحنا برضو نكون مستفيدين طبعا التعاملات أغلبها كانت عن طريق شركة بريزنتيشن إحنا بريزنتيشن تاريخها معانا طويل إحنا بقلنا معاهم تقريبا خمس سنين الشغل معهم استراتيجي ده ما مفكر لقدام ما مفكرش للحاجات الأوروبية ما مفكر للحاجات البعيدة يعني أغلب شغلنا مع كل الشركات إحنا منحب نشتغل الشغل الاستراتيجي لخمس ست سن قدام ما منحبش إن إحنا نشتغل لحاجة مداها قصير المدى الطويل هو اللي بيفيد الطرفين يعني الطويل العادي كان سهلي جدا يمكن إحنا كان فيه شوية تركات كده مع البرزنتيشن بس الحمد لله خصوة على طول بفيهاش أي مشاكل كلمة أخيرة بقى لجمهور نادي الأهلي في طبعا يوم سعيد زيد أنا باهنيهم وإنهم بيحبوا الأهلي أنا كان نفسي يعني أحب الكرة من زمان بسبب الأهلي دايما نشجع وإن شاء الله الأهلي دايما عايبقى في القمة هو تاريخه كبير ودايما حيفضل كده بإذن الله وخلوكم مراء لأنه فعلا فعلا هو أكبر نادي موجود وأعرق نادي موجود وأدم واحد موجود بشكر حريك جدا أستاذ محمد أمين الحوت شكرا لك مرسي لك شكرا وده طبعا كان لقاءنا مع السيدة محمد أمين حوت رئيس شركة جي أل سي واتكلمنا معاه عن يعني هيقدم إيه للنادي الأهلي والشركة هتقدم إيه للنادي الأهلي في الأربع سنين القادمين كمان هو قال لنا يمكن حاجة حصرية للقناة النادي الأهلي اللي هيكون فيه لون لون معين للنادي الأهلي ناس هتروح أو يعني الجماهير هتروح للشركة أو منافس بها الشركة هتقول لنا عايزين لون النادي الأهلي ده كان طبعا لقاءنا مع السيدة محمد أمين حوت شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستودي شكرا لك يا نورهان وجملة مهمة جدا لليديت جزء لكم نتكلم فيها قبل بداية وقع المؤتمر الصحفي مش فكرة تعاقد ورعاية ودفع أموال لا أكيد فيه تفاصيل ممكن تتم من خلال جماهيرية النادي الأهلي مع جمهور النادي الأهلي من خلال الشركات سواء اتصالات مصر بنك أبو ظابي مصر الأول كمان بنتكلم على شركة جي أل سي أكيد جمهور النادي الأهلي هيبقى فيه استفادة كبيرة جدا من خلال هذه التعاقدات والرعاة اللي هيشتغلوا مع النادي الأهلي خلال السنوات الأربع القادمة أخرج لفاصل ولسه مستمرين في التخطية ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وزال أنتم طبعين معنا التخطية الخاصة لوقع المؤتمر الصحفي لتوقيع عقد الرعاية الثالث ما بين النادي الأهلي مع شركة جي أل سي وما زالت هناك مفاجآت أخرى بإذن الله خلال الفترة القادمة طب السيد جمال في الختم بالتأكيد يمكن إطلالها عما كده بخصوص الشكل الاقتصادي اللي بيتم من خلال النادي الأهلي بخصوص سعود الرعاية وإن شاء الله بإذن الله فيه تصور كمان للمرحلة اللي جاية عشان مواجهة الأعباء المالية والتحديات في الفترة اللي جاية متفائل طبعا جدا بالمستقبل القريب والبعيد اطمئنانا لأن النادي الأهلي بيشتغل بالمنهجية يعني بالتخصصية اللي هو بيعملها أعتقد أن ده يعني بيديك مؤشرات يعني دايما لما تشوف حاجة نجحة طبعا ده الرعي التالت وهناك المزيد بإذن الله وكمان لازم نقول حاجة بالمقر الرابع المقر الرابع في التجمع الخامس يمكن حدك أشارت إلى إنك التجمع الفرق الشيخ زايد أحيا المنطقة اللي حواليه سكنيا وعمرانيا نفس الشيء حصل في مدينة ناصر أول ما أقنشئ يعني إحنا يعني دلوقتي لو روحته ممكن ما أعرفش يعني مش أقدر أعرف هتلاقي وجه الحياة مختلف تماما منذ سنواتي يعني يعني نتمنى وده دور من أدوار الأندية في مساعدة الدولة يعني هي الدولة لما بتمنح نادي قطعة أرض بتدهاله لأنه ده بيساعد زي الطرق زي الكباري كل ده إنشاءات بنية أساسية لما يبقى فيه نادي بحجم النادي الآلي في هذا المكان أكيد بيجتازب قطعات كتير جدا للسكن في هذه المنطقة وعمل حياة جديدة أكيد سيد صاحب حكيم هي الدولة مش بتأثر يا سيد صاحب جمال إنها هتدي خالص خالص نهائي بس هي لقد تكلها بس المهم تنجح مين بقى هنا اللي يلتزم بالزبط ومين اللي يشتغل ومين اللي لا يشتغلش ومين اللي ينجح في تحويلها لمشروع لخدمة المجتمع مزبوط لأن دي هي ما خدت ويما تسحبت بالزبط وو هو ما زال بتتسحب وما زال بتتسحب وو ما زال نحططش طوبة بريزنت كونتينوس ايوه فالعدي يقول لها انت كنادي أهلي دلوقتي عندك مقر مقرين وعندك فرعين واتفكر يعني كلام كتير اللي تقال هناخد هنا بتاع أنك عايز تروح لجماهيرك وأعضائك كل حتك خيرج القاهرة هي الفكرة نادي أهلي في لؤسر ما أنت عملت في لؤسر وفه ممكن كمان الفكرة ان انت كنادي الاهلي انشئ طبعا نادي كرة قدم لا خلاف بس في نفس الوقت انا عايز اروح للجماهير واعضائي في كل حتة ما ده جوز مهم جدا في استراتيجية النادي الاهلي وهو بيفكر ان انا اروح للعضاء و اروح للجماهير فبفكر ان انا اتطور فالقصة هنا رعاة عندنا ستة رعاة ولسه فيه شغلة تاني شغلنا عليه اللي انا عايز اقول لكنا نادي الاهلي ان اتطمنوا فيه ناس بتشتغل كويس جدا جدا اه ممكن كلنا بنشوف فرع التجمع كل يوم زيارة دي نتابع اخر حاجة ففيه شغل كويس جدا عن الارض بيتعمل سسترقان ديل لما تسأل اللي جاي لا هل ما بيتكلمش ما بيقولش هنعمل ايه بيقول بعد ما بيعه بيقول بعد ما بيعه صحيح اه بالضبط كده حتى ما كانش عايز يتكلم في معلومات لغاية لا بيبقى فيه حاجة اه محبون ان مثلا الاخبار متدولة وتأمس لأ احنا عياد ماجل زيارة الاهي بيتكلم في التوقيت اللي زي من مؤتمر النهاردة اطلع اتكلم اقول لحصة ليه الفترة العدة لكن ما اتكلمش على رؤية مستقبلية الا باستغل على الارض وبعدين ابقى اتكلم اكيد وقتنا خلص لكن تغطياتنا والنجاحات اللي هتحصل لفترة الجاية لسه ما خلصتش وان شاء الله بإذن الله لفترة الجاية يكون فيه امور هتسعد جماهير النادي الأهلي أكتر وأكتر كمان من الموجودة دلوقتي على أرض الواقع في الختام أستاذ جمال الزهري أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا أستاذ محمد وسعيد بوجوده معك ومع النجم حكيم أستاذ عبد الحكيم بشكرك نورتنا وشرفتنا ودائما بإذن الله تكون موجود معنا في كل تخطيات حمد ومع أستاذي طبعا أستاذ جمال أنا بتشرف بيدا شكرا جزيلا لحضراتكم على حصن المتابعة والمشاهدة ونلتقي قريبا بإذن الله في تخطيات مستمرة ونجاحات أكتر في الفترة اللي جاية في جميع الأصاعدة مش بنتكلم فرعاية وبس فضائي وتسويق العلامة التجارية لا في حاجات فيها مفاجآت لجماهير النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء